موسيقى 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 يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة كم ساعة؟ كم يوم القليلين اللي فاتوا بعد مباراة منتخب مصر ومنتخب غانا؟ ومن بداية البطولة وربما من قبل ما تبدأ البطولة كمان في كتير من الناس هاعتبرها عندونا عمد، عندونا قصد ما بتكلموش قوي عن منتخب مصر بيتكلمو دايما عن محمد صلاح يا فني بتكلم على منتخب مصر يقولك آه طبعا منتخب مصر منتخبنا وبلدنا بس ازاي محمد صلاح معملش كده وازاي 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 يا سيدي منتخب مصر لا محمد صلاح كويس منتخب مصر لا محمد صلاح وحش كلم على منتخب مصر شجع منتخب بلدك شجع علم بلدك حالة من الدوشة لو اخترنا أرفضنا يعني من الدوشة لبلا داعي وبلا قيمة وفي منها اللي بدأت أحس وأنا عادة ما بحسش دا وما بحبش أمسك فيه بس بدأت أحس إن فيه حاجات متعمدة ضد محمد صلاح ليه يا جماعة رمز كبير لبلدنا مش لكرة القدم المصرية رمز كبير لبلدنا هو لاعب كرة وينفع تنتقده عشان برضو فيه ناس يقولك ايه هو احنا مينفعش يعني ننتقد محمد صلاح لا ينفع طبعا لعيب كرة احنا هنا وحنا عاديين في بلدنا هنا ونقولت الكلام دا مبارح كيсти هو نهارد له عم مطش وحش اوى ليونيل مساتم مطش دا نمار ما بقاش هو نمار شكله بقى مغروق بتوقع تتكلم وتتحلل وتنتقد كل أعظم نقيبة في العالم مرضونة نفسه كان فيه بعض الناس بتنتقدوا عادي يعني بيحصل بس مش بالتجريح مش بالتقليل مش بإهضار ما فعله محمد صلاح تاريخياً لمنتخب مصر ولكرة القدم المصرية بشكل عام وفيه صيغة بدأت تتكرر تاني اللي هي ايه؟ يا عما يعني محمد صلاح يعني كان خد كل الجواز اللي خدها دي لولا دعم الجماهير المصرية ليه؟ يا عما محمد صلاح خد الجواز بحكم اجتهاده وتعبه ومسندتنا وفرحتنا بيه لهو من علينا بحاجة ولا احنا من علي بحاجة الموضوع ابسط واسهل من كده بكتير والاهم 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 انه بيلعب بقاميس منتخب مصر انا ما بقبلش التهكم او التجريح في محمد صلاح زي مثلا ما بقبلش التجريح والهجوم على محمود حمادة يعني بقول محمود حمادة كمثل اللي هو احدث المنضمين لمنتخب مصر مش تقليلا منه يعني من الاول للاخر كلهم لابسين تشيرت منتخب مصر والمنطق يقول ايه؟ العقل يقول ايه؟ نصبر ان شاء الله باذن لربنا يكرمنا لحد النهاية وناخد البطولة وساعتها هنقول كل لعب في مصر بطل وعظيم ليه مستعجلين النقد والتجريح والهجوم والتقليل والمشاكل والازمات ليه؟ ما احنا لسه في اللعبة لسه في اللعبة حتى لو انت شايف مني ومن غيري ان الدعم دو دعم فيه مجملات وفيه مش عارف ايه فاحنا هيسدي بنجامل منتخب بلدنا انت زعلان ليل انا بجامل منتخب بلدي انا افهم انك تزعل تقول ايه؟ اصله النهاردة طلع جامل النادي الاهلي اصله النهاردة طلع جامل نادي الزمالك اصله النهاردة طلع جامل لعب الاهلي اصله النهاردة طلع جامل لعب نادي الزمالك لكن حتى لو انت شايفنا بنجامل هبنجامل مين بنجامل منتخب بلدنا منتخب مصر لو بنحب لعيبة في منتخب بلدنا فهي لعيبة لمنتخب مصر حاجة حلوة اول نهاردة سمعتها وعجبتني وخلتني متحمس جدا ان انا شوفها نهاردة عارفنا ان محمد صلاح هو اللي هيبقى جان بروي بيتوريا بكرة في المؤتمر الصعفي قبل مباراة كاف فردي ودي تديك دلالات كثيرة ومهمة قبل ما نسمع المؤتمر بكرة اللي هيبقى الساعة 2 الضهر انه اولا صلاح لعب قوي ومحترف ودي حاجات انا عارف نقول المسلمات بس بحب اقراره عشان احنا للأسف بقينا في وقت دلوقتي بمضطرين نقول المسلمات لعب قوي يتحمل كل هذه الضغوط هيطلع بكرة عشان يشيل لغوط على زميله هيتكلم واتصور بكرة هيبقى كلامه قوي جدا زي ما كان كلامه من سنتين في المباراة اللي لعيبها منتخب مصر او قبل المباراة اللي لعيبها منتخب مصر امام كودي فور في دور الستاشر في كاس الامم اللي فاتت لما طلع صلاح وبدأ يقول للناس يا جماعة شجعوا منتخب بلدك وما تبقوش بتشجعوا عندها ما تكونوش بتشجعوا لعيبها بعينها وكان غاضب وكان واضح وصريح واتصور واتواقى ودت الكلام ده وقتها انه خروج صلاح في هذا التوقيت والكلام اللي قاله صلاح في هذا التوقيت كان له رد فعل ساحر على لعيب منتخب مصر وعلى جميل كورة القضب المصرية وده كان السبب في وصلنا لنهاية البطولة بعد كده فخروج صلاح بكرة خروج عظيم ومهم تعال افكرك علشان انا عارف ان بكرة صلاح مش هيقول كلام مختلف اوي عن الكلام اللي قاله من سنتين تعال افكرك الكلام اللي قاله من سنتين في كاس الأمم الأفريقية من سنتين قال ايه وبعد كده نرجع نكمل بس بحس ان في ناس شوية مسانية اي حاجة عشان تتكلم على صلاح او على لعيبة تانية للأسف اللي احنا عايشين عصر السوشيال ميديا كل ما بتكبر شوية الجماهرية بتاعت المنتخب ما بقتش موجودة زي الاول الناس بقت بتشجع الاندية لعيبة بتشجع بقت بتشجع أسف الجمهور بشجع اللعيبة وبشجع الاندية ودي حاجة ما كانتش موجودة لأول حاجة أسمة المنتخب أسمة الكرة المصرية عامة بقى دلوقتي بتشوف صفحات معمولة بس عشان تدفع عن لعيبة أو عشان تدفع عن أندية وهما فاكرين هي حاجة كويسة هي مش كويسة انت ممكن ما تضر الصلاة عشان انا مريت بالحاجات دي بس لعيبة تانية لسه جاية صغيرة ده كله هيدرها ده كله بيكلل لعيب نفسه مركز على نفسه بس وخلاص أنا ما بجيش هنا عشان أتهم حد بحاجة وأنا أخلي ناس تتكلم بعد المؤتمر الصحفي تعد بص صلاح بيقول ما بيقولش إيه نصيحة لي لو أنتوا شايفين أنا واحد نجحت بره في الاحتراف خليه كورا وانتخب مصر ما تشجعش لعيب بعينه شجعش فريق بعينه بتوعي الأهلي ما تشجعوشي لأهلي ويفضلوا يتكلموا على لعيب واحد مدى البطولة بتوعي الزمالك ما تشجعوش الزمالك نفس الكلام لو حد بيحب صلاح ما تتكلمش على صلاح مدى البطولة تكلم على منتخب مصر أنت بتلعب بإسم الناس هنا بتلعب بإسم مصر ما ينفعش تقسم اللعيبة بينهم وبين بعض يبقى كل همك أنك تطلع تتكلم على بصر وخذروح عاملة إزاي على لعيب واحد إحنا منتخب مصر عشان المنتخب يكسب لازم اللعيبة يبقى وصل لها لإحساس أن الجماهير كلها اللي وراها ما بيدورش أن يطلع العيب بتاعه كويس وخلاص أنت ده كله مش هكثر فيه أنا مريت بحاجات كتيرة وفي المنتخب بقى لعشر سنين في ناس تانية ممرتش بدا في ناس تانية لسه جاية جديدة وصغيرة ودول إن شاء الله المستقبل فأنا نصيحة للناس وما تاخدوش كلامي أن أنا بيهاجم حد أنا بيهاجمش حد ما عنديش مصلحة أن أنا هاجم حد أصلا خليكوا ورا المنتخب شجعوا المنتخب خلوا فيجوا مهور تاني للمنتخب زي الزمان خلوا اللعيبة تبقى متحمسة أنها تيجي عشان ده بيخلي اللعيب أصلا جاي اللي هو لا لا ما خدونيش في صفحات تانية تطلع تهاجم المنتخب في صفحات تطلع تتكلمه وبناء علي ده مش لمصلحة لعيب ده لو أنت بتحب مصر وبتحب منتخب مصر لازم تشجع المنتخب وما تشجعش لعيب بعينه عشان أنت بتدي كوى اللعيب أو بتديله حاجة أنه هو مش فارق مع أي حاجة وحس أنه مهم عند المنتخب ما فيش حد أهم من منتخب لنا ولا غيري ولا أي نايري أصلا مهم أهم من منتخب لما نيجي كلنا لمنتخب يبقى أنت بتشجع المنتخب بس والناس اللي قاعدة في الاستوديوهات هناك ياريت كلنا نتكلم على المنتخب ما نتكلمش على فرض أو اتنين ما حدش كلم على فرض أو اتنين أنا ممكن ما بتبعش بس أنا متأكد أن في العيبة صغيرة بتتابع فأنت بتأثر في كل واحد فيهم فياريت يا جماعة الناس اللي في مصر نشجع المنتخب أي أن كانت الظروف كويسين ووحشين نمشوا على المنتخب لحد ما البطولة ما تخلص وبعدين يبقى تكلم على واحد واحد شهلة هي سيب البطولة تخلص وبعد كده اتكلم على واحد واحد انت مستعجل ليه وبعدين الراجل قالك أنا مش هتأثر أنا كده كابلعب في المنتخب بقالي عشر سنين عندي رحلة احتراف عظيمة مش هتأثر بس فيه لعيبة تانية بتتأثر وأكيد هتتأثر وأكيد بتتبع السوشيال ميديا هقولك حاجة تفاهمك احنا فين يعني اقول امبارح امبارح حطيت تويت على موقع اكس قلت فيها انه خسارة كبيرة غياب محمد صلاح عن منتخب مصر بس اللي موجود الرجالة اللي موجودة هتعوض انت سمعت مني هقول لأنا كتبته هل ده ينفع اصلا يبقى فيه يبقى الكلام ده مثلا محل نقض هجوم اساءات نبولك اساءات شتايم يعني بكل حاجة عشان قلت غياب محمد صلاح خسارة المنتخب مصر وان الرجالة اللي موجودة هتعوض هجوم شتايم ونرفزة وعصبية وده ده كان احلى رد فيهم يعني ده ده ابسط رد يا مش احلى اقصد انه اكثرهم تهزيبا يعني مفوش مفوش حاجة يعني هارف عريضه يعني البقى كله ما ينفعش يتعرض بص الكلام انا شفت تويتات كتير كلها الاول انا كاتب ايه غياب صلاح عن المباراتين القادمتين خسارة كبيرة جدا لمنتخبنا والعشم في الرجالة اللي موجودين سهلة بص بقى انا شفت تويتات كتير كلها تزييف وكذب وتطبيل انما تويتة زي دي ما فيهاش حرف واحد صح والشيطان نفسه واقف يسقف له ويقول له عملتها زي دي ويسقف له ويقول له جدع يا كريم استمر يا سلام شيطان شيطان عشان بقول صلاح غياب صلاح عن المباراتين القادمتين خسارة كبيرة جدا لمنتخبنا والعشم في الرجالة الموجودين الشيطان يعني مش هيعرف يعمل كده مش هيعرف يكتب الكلمتين دول ازاي يعني ازاي حتى واصلين في الاختلاف لدرجة انه نتعامل نقول اصل الشيطان واصلي فيه تطبيل واصلي فيه تزييف طب معلش معلش مع كامل احترام للأستاذة اللي كاتبة طبعا كل الاحترام ليه يعني ايه تزييف وكذب وتطبيل يعني ايه يعني خلاش شروها يعني ايه تزييف وكذب فين يعني فيه ناس ما بقيتش فهمهم وبقيت شاكك فيهم وبقى الوضع شكله غريب وشكله مريب يا جماعة فيه افورة على فكرة دي كرة قدم يعني ايه يعني لو قلتلك ان انا شايف ان محمد صلاح ده اعظم ده عيب جيه في تاريخ مصر فانت قولي لأ والله انا شايف لعيب تاني اعظم هقولك تحت امرك اللي تشوفه اللي تشوفه ما فياش مشكلة لما قولك ان محمد صلاح بيدي ويعطي ويكتهد لمنتخم مصر ده رأيي ودي رؤيتي وانت شايف حاجة تانية لتشوفه والله شايف انا ان محمد شناو ده حارس عظيم وكبير تقولي لأ والله اصلي كان فرنح سمينه يا سيدي برحتك دي كرة احنا بنختلف على اللعيب العالميين يعني تجي تقولي مثلا ايه انا شايف ميسي اعظم لاعب جيه في التاريخ انا اقولك والله انا شايف كريسان ونالد لا هو اعظم لاعب في التاريخ والدك هيقولك لأ انت ما شفتش مارادونا اللي جنبك هيقولك لأ وبليه طيب وزين الدين زدان طيب ورنالدينيو عادي يعني الاختلاف في الكرة ورؤيتك لللاعب دي رؤيتك برحتك والله زي كده لما تيجي تسمع مطرب هزي تقول والله انا شايف المطرب ده عظيم جدا وصوته حلو قوي انا اجي يقولك والله لأ صوته مزعج ما بحبوش بس انا بحب فلان الفلان فتقول لأ بس انا ما بحبش ده برحتك اللي ترتح له يا سيدي اللي ترتح له ودانك واللي ترتح له عنيك واللي ارتح له دماغك ليه خناقة هي ده منتخم مصر احنا من ادخال انا اصلا مستغرب ان احنا كل يوم بنتلع نقولك كلمتين دول ليه ليه اصلا ومنتخم مصر بيلعب ان شاء الله باذن الله يا رب يا رب كل اللي بيحصل ده لا يؤثر على منتخمنا والرجال اللي في منتخم مصر اللي ما عملوش مبارتين جيدتين او مباراة ونص تحديد عشان شوت تاني من غناء كان شوت مهم جدا يبدأوا بقى البطولة من مباراة كاب فيردي ونكسر الدنيا ونبقى نعمل اداء رائع وناخد البطولة كل حاجة تبقى حلوة سنوزبر يا جماعة وبلاش احنا نتخانق هي مش خناقة نفسينا ان شاء الله ربنا يكرمنا ومنتخبنا ياخد الكاس ونفسينا لعبتنا دي تشرفنا ويبقى احسن لعيبة في الدنيا ليه التقليل وليه التجريح وليه تجريح في بعضين حتى لا أحد يقوللك إيه إيه يالح يعمل دا با الراجل دا ما تفهمش قورة أدام بيقولك فلان دا كويس يبقى دا ما تفهمش قورة ليه ما تفهمش قورة وليه فلان الجنب دا ما تفهمش قورة وليه أنت بتفهم وإنا وأفهمش أو ليه أنا بفهم وأنت ما تفهمش اختلاف الاختلاف وجهات النظر في الكورة دي طبيع جدا حسب رؤيتك أنت وحسب التأثير اللي بيعملوا اللي عبده انت شايفه ازاي ببساطة يعني مش حكاية ولا خناعة طيب بالمناسبة نهاردة المنتخب الجزائري تعادل للمباراة الثانية على التوالي نهاردة تعادل مع المنتخب البوركيني اتنين اتنين وكان عادة نفس اللي بيحصل عندنا بيحصل في الجزائر تمام ميسكو في مين ميسكو في رياض محرز انت السبب وانت اللي مش عارف ايه بص رياض محرز رح هنزل تويت على موقع اكس اللي هو مش سامع يعني سبعين عن دودانه انا مش سامعكو ليه انا ما فهمش انه لما يبقى عندك نجم كبير كده انت بتبقى طالب منه طول الوقت ده اللي حصل في الجزائر النهاردة بعد التعادل التاني الجزائر برضو نقطتين على الطريقة المصرية بالزبط نقطتين من المباراتين ولسه عندها فرصة عظيمة انها تسعد للدور اللي جاي في كده ان يبقى عندك نجم كده ده ساد يومانية جماعة حرفيا بقى حرفيا يعني السنغال مكسر الدنيا في البطرة حتى لانه مع ست نقط رغب النجاب جول بس ده وحش جد احنا هنا بقى نحب نمسك نجمنا في الوطن العربي كله مش بس مصر والمفروض ايه المفروض بما ان صلاح في الملعب فيطلع نار من بقه يعني ايه يعني يروح يدافع ويروح يقف جون ولما يستلم الكورة يروح يسجل هاترك ويصنع ويعمل تاكلينج ويعمل مفيش كده طيب بالمناسبة يعني هل محمد صلاح نرجع تالي محمد صلاح هل محمد صلاح في المباراة ونص اللي لعبهم يعني مباراة وشوت قدم مستوى عظيم لا ببساطة يا ما قدمش بس مباراة ونص يعني مباراة وشوت ما قدمش مستوى عظيم وقلت الكلام ده اكتر من مر يا ما كريستانو لها مباراة سايقة مع البرتغال لياما ميس لها مباراة سايقة مع الارجنتين وعلى فكرة مش شرط لو اللعب ما قدمش حاجة فيبقى هو السبب ما ممكن المنتخب كله حالته الفنية والتكتكية واللعب اللي بيخرج لك من الجنب واللعب اللي في النص ما لقتوش واللعب اللي مدافع ما ضمش معاك يعني فيه تفاصيل كتيرة بتبقى في اللعب غير انك تمسك الفرض وارد انه يبقى مش موفق وارد مش بقول لك يعني يعني انا بطلع اقول لك صلاح ما ينفعش تابع معاك كده فتقول لي يعني انت شايفه كان كويس لا ما كانتش كويس ما عملش احسن مباراةه يعني بس مش شرط من المسؤولية عليه لوحده يعني ببساطة خلص الحكاية دي زيزو احمد مصطفى زيزو لعب منتخبنا الوطني هو الاقرب ان شاء الله بإذن الله للمشاركة كأساسي في المباراة القادمة امام كافردي على حساب محمد صلاح لو زيزو هو اللي شارك اساسيا غالبا هيكون الباكرايت محمد هاني غالبا هيكون الباكرايت محمد هاني ودي بالمناسبة تودينا نقطة فنية مهمة جدا ليه فيتوريا وده ليسى الدفاعا على فيتوريا ان انا لحد دلوقتي مستغرب فيتوريا مش ده فيتوريا اللي انا كنت متوقعه في البطولة مش هو ده بس احساسي انه حيرجع زي اللعيبة كده اللعيبة اللي بعيدة عن المستوى رجع في الشهور التانية في المباراة غيرجع حاسس ان فيتوريا حيرجع عشان فيتوريا مدرب كوايس بس لسه ما قدمش حاجة فيتوريا انا منزل مستوى فتح المباراة اللي فاتت مكان محمد صلاح منزلش زيزو طبيعي احنا عارفين ان زيزو واحد من افضل اللعيبة اللي موجودة في الدول المصري ولو زيزو على مقررنا فردية زيزو ممكن معظمنا يختار زيزو بس هو عشان كان لو انت تلاحظ في نص الشوت الاول كان بيلعب عمر كمال عبدالواحد كجناح تقريبا وكان بيدخل حمدي فتحي وراه يلعب هو دول الباكرايد في كثير من الاحيان فهو كان عايز واحد زي مستوى فتحي بروفايل محمد صلاح مش هو محمد صلاح بس البروفايل بتاع اللي هو ايه يخش انسايد يخش في منطقة الجزاء كتير ما يكونش بيلعب على الخط عشان ما يقفلش على عمر كمال عبدالواحد اللي كان بيلعبه كإنه جناح في هذه المباراة فده كان سبب اختيار مستوى فتحي اللي نطافك برضه او نختلف عليه مش دي الحكاية بقولك بس الرائد كان بيفكر ازاي شكاية بقولك لو زيزو هيبدأ اساسي في مباراة كافيردي فالاقرب في وجهة نظري هيكون محمد هاني في مركز الزهر الايمن وليس عمر كمال عبدالواحد غالبا مش هيعمل صورة في تشكيل مباراة كافيردي روي فيتوريا وهيغير لعب او اتنين بالكتير مش هيغير اكتر من كده هتقول لي محمد انني هلعب او لا قولك حتى هذه اللحظة محمد انني موجود في تشكيل منتخبنا الوطني الا اذا خلال الاربعة وعشرين ساعة كالروي فيتوريا ليه رأي اخر دي حكاية فيما يخص تشكيل او التغييرات اللي ممكن تحصل في تشكيل منتخب مصر محمد عبدالباني كان واخد انذار وهو المهدد من منتخبنا الوطني لا قدر الله لا قدر انه ياخد انذار تاني في المباراة اللي جاية يستبعد او ما يبقاش موجود في مباراة دور الستاشر عشان كده روي فيتوريا اكد على محمد عبدالباني انه يكون حريص جدا في تدخلاته وانه ما ياخدش بطاقات صفراء بينك وسين كده مجانية يعني وارد جدا وانت بتلعب بشكل قوى جدا عشان تستخلص الكرات تشيل انذار خلاص ده نصيبك لكن ما تاخدش انذارات مجانية ليه علاقة بالاعتراض او تدخلات بعيد عن منطقة الجزائي عشان ما يحصلش اي مشكلة جيح كاي ان شاء الله بإذن الله نكسبك يا بفردي ونصعد ولو صعدنا مركز تاني هنلعب يا اما منتخب الكنغو يا اما منتخب زنبيا وعندي احساس كده مش عارف جاي منين ان الصعوبات اللي احنا عايشينها دي سواء الصعوبات على مستوى النتائج او صعوبات على مستوى الحالة كده المشحونة بدون داعي حاس ان الحالة دي هتنقلب لحالة عظيمة جدا الايام اللي جاية ربنا هيكرمنا بس نخلص النواية وصدقوني للي بيقول منتخب مصر وحش ولي بيقول منتخب مصر حلو ولي بيقول صلاح وحش ولي بيقول صلاح حلو هو مش عايز اكتر من ان منتخب مصر ياخد البطورة يعني كلنا متفقين على هدف واحد انام كلنا متفقين على هدف واحد يبقى احنا مش محتاجين نتناوش يعني يحسن مناوشات بيننا وبين بعض ما ينفعش سهل يعني اقول رأيك يا سيدي واسبني اقول رأيه تعالى كل واحد فينا اقول رأيه بهدوء مش لازم بخناق اي حالي نتخاني عليها اي حالي 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 في الكورة ليه طيب وبنسبة المباراة بكرة مباراة مصر ومنتخب رأس الاخضر منتخب كافردي معايا الفيز مسيدو بابانكو واحد من اساطير هذا المنتخب ولاعب ليريا البرتغالي الحالي وقائد منتخب كافردي التاريخي فاندم مشرف ومنور على تلفزيون المصري برنامج رقم 10 انا مبسوط جدا بالدعوة وان شاء الله البرنامج بتاعك يبقى مكسر الدنيا دايما شكرا جزيلا بداية طبعا الحديث عن هذه المواجهة كبيرة اللي هتجمع منتخبنا المصري غدا بمنتخب كافردي كيف ترى هذه المواجهة وحظوظ منتخبنا الوطني المصري وايضا حظوظ منتخب كافردي اللي ضمن السعود الى دور 16 في صدار الجزء من وجهة نظري ان المطش هيبقى صعب جدا طبعا رغم مكاسب كافردي الفريق المصري فريق كبير في لعيبة مهمة لعيبة دولية ولكن مش هيبقى مطش سهل لنا يعني كافردي يعتبر واحد من مفاجآت البطولة فجئنا بمستوى رائع جدا كان اول السعادين لدور ال 16 هالكوا تتوقع هذا المستوى الكبير لمنتخب كافردي والفوز في اول مباراتين من وجهة نظري هو الجروب اللي موجود دلوقتي اللعيبة عندها احلام اكبر من اللي فاتت مدير الفني عامل شغل محترم مع جميع اللاعبين احنا فريق محترم وفريق قوي شايف غياب محمد صلاح عن هذه المواجهة ازاي بالفعل بالطبع محمد صلاح لعيب عالمي وطبعا بيقلق اي فريق سواء كافردي او غيره وغيابه طبعا بيقصر كتير مش بس في المنتخب المصري ولكن هو بيقصر على المنتخب الاوروبي اللي هو بيلعب فيه ليفربول المباراة بكرة تتوقع ان كافردي فيها يلعب بتشكيلة من البودلاء ولا يلعب بالتشكيلة الاسسية للعب بيقصر في المباراةين اللي فاتوا لا طبعا المنتخب بتاع كافردي هو واخد المباراة بجدية جدا انا من وجهة نظر ان هو هيلعب طبعا بنفس الفرقة بنفس الطريقة ولكن مش علشان خاطر فيه غيابات في المنتخب الخصمي اللي هو منتخب مصر هنلعب بالاحتياطي ولكن طبعا احنا جميع اللعيبة عارفة هي بتاعملي كويس جدا اه بس ليه تلعب بالتشكيلة الاسسية وانت ممكن تريح بعض اللعبين الاسسيين خاصة نزامه وتلك منتخب كافردي ضمن السعود وفي صدارة جدوى للترتيب كمان مش ممكن تكون فرصة لإراحة بعض اللعبين يعني احنا مش هنلعب بالحضاشر اللي لعبوا آخر مرة كلهم ولكن المطش ده مهم جدا بالنسبالنا مش معنى ان مصر متعدلة مطشين وده بالنسبالنا هيبقى مطش تحصيل حاصل فاحنا هنلعب باستهتار لا بالعكس احنا بنحترم المنتخب المصري جدا وهنلعب معا بكل القوة مين في رأيك ابرز المنتخبات اللي زارت في كاس الوامل عفريكي من وجهة نظرك؟ نظري الفرق كلها محترمة ولكن طبعا فيه يعني مفاجآت كتير جدا ولكن طبعا يعني انا مش هكون حايز لأي فريق ولكن احنا فرقنا قوي جدا السنغال كويسة جدا والسنة بتها يقلي ان في الوقت الحالي هقول ان هو الفريق بتاعي اللي ممكن يفوس لان احنا عندنا طموح كبير جدا فترتك الاحترافية كلها في البرتغال تعيش في البرتغال منذ فترة بالتأكيد حاجة وسألك كمان عن روي فيتوريا المديل فني لمنتخب مصر البرتغالي روي فيتوريا من وجهة نظري ان كل مدرب ليه مدرسة خاصة بيه روي فيتوريا حد محترم جدا مدرب محترف عارف بيعمل ايه ليه شخصية قوية جدا وديه بتبان في الملعب بتبان في المؤتمرات الصحفية اللي بيعملها وهو عامل فريق كويس انا بشكرك شكرا جزيلا عبر زوم كان معانا ألفز مسيدو بابانكو لاعب وسط فريق أوطايو ليريا البرتغالي الحالي وقائد منتخب كبيردي السابق هو قال لك انه تأثير غياب صلاح يكون تأثير غياب كبير على منتخب مصر وكل يوم نفسين بينقصين يعني يحبوا نلعب منتخب مصر دون محمد صلاح ماشي أكيد يعني بس في كصة محمد صلاح آخر حتة والله في كده أصلا انك تبقى نازل الملعب ومعاك محمد صلاح ده جزء من توطر وقلق أي منافس معه ما هي سهلة وواضحة احنا كنا منعمل كده برضه كنا منجي ننزل نلعب مع كوديفارو مع دروجبا احنا مركزين كلنا مع دروجبا مركزين كلنا مع صامو لقيتو في الكاميرون مركزين كلنا مع أديبايور في توجو في نجوم كده بتفضل انت الأم منهم حتى لو الفرقة كلها مش في أفضل حال فالقلق ده الواحده ده جزء من المكسب مبدئيا يعني هتقول لي ما احنا مكسبناش هقول لك يا سيدي مبارا وشهوط يعني قلبينا عليها الدنيا إن شاء الله ربنا يكرمنا المباراة اللي جاية ونركب البطولة زي بيقولوا يا هاتي إن شاء الله نهاردة في الجولة السانية زي ما قلت لكم الجزائر تعالت مع بوركينا فاسو هدف محمد كوناتي تقدم به لبوركينا في الديئة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضعف الشوت الأول بعد كده بغداد بنجاح المتقلق جدا في هذه البطولة هداف البطولة حتى هذه اللحظة بسلاسة هداف سجل هدف الأول للجزائر في الديئة 51 وبعد كده بيرتنارد تراوري سجل هدف الثاني لبوركينا في الديئة 71 من ضرب الجزائر وبعد كده بغداد بنجاح أنقذ الجزائر من الهزيمة في الديئة 95 بهدف التعادل بالمناسبة الاتحاد الجزائري لكرة القدم تقدم بشكوى رسمية إلى كاف الاتحاد الأفريقية لكرة القدم بسبب قرارات حكام تقنية الفيديو في مباراة بوركينا فاسو اللي كانت النهاردة في دول المجموعات بكاس لهم الأفريقية والاتحاد الجزائري أعرب عن استغرابه من تعيين كاف الحكم الجابوني بير جسلان أتشو حكما لتقنية الفيديو رغم أنه تولى المهمة نفسها في المباراة الأولى ضد المنتخب الأنجولي والبيان بتاع الاتحاد الجزائري أشار أن في لقطات مشكوك في صحتها أبرزها عدى باحتساب رقلتين جزائر لمنتخب الجزائر في الدقيقتين 10 و 57 وأوضح بيان الاتحاد الجزائري أن الاحتكاج يستند إلى حقائق يمكن التحقق منها ويتعين على الحكام المسؤولون أو المسؤولين الرد عليها على حد قول هذا البيان بالنسبة للاتحاد الجزائري بس ده جزء من البيان البيان كان طويل شوية بس ده جزء منه يعني طيب نهاردة أيضا في الجولة السنية موليتانيا بعد ما لعبت مباراة رائعة 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 جدا أمام المنتخب الأنجولي خسرت أمام المنتخب الأنجولي 3-2 جيلسون دالا سجل الأنجولي الهدف الأول في الديئة 30 وبعد كده سيدي عمار سجل هدف رائع جدا محمل أفضل أهداف البطولة حتى نقال لموليتانيا في الديئة 43 وبعد كده جيلسون دالا عادة وسجل الهدف الثاني لأنجولا في الديئة 50 وبوكاري كويتا سجل هدف لموليتانيا الهدف الثاني في الديئة 58 من كنبلة يعني طرب صاروخ هدف رائع جدا برضو من الأهداف الرائعة ل المنتخب المرتاني جيلبيرتو سجل هدف الأخير وهدف الفوز لأنجولا بعد كده عشان يحسم المباراة مش جيلبيرتو بتاع الأهل جيلبيرتو واحد تاني يعني عشان الحد يقول لك لكن جيلبيرتو لسه ملعب في أنجولا ولا حاجة كان لعيب عظيم برضو الشيء بشي يسكر يعني السيرة الطيبة حلوة يعني ماشي النهاردة أيضا المنتخب التونسي تعصر مرة أخرى بعد هزيمة في الجولة الأولى أمام المنتخب النبيبي النهاردة بيتعادل بالصعوبة بالغة أمام منتخب مالي مالي تقدمت أولا عن طريق الأسين سنايكو في الديئة عشر وبعد كده حمزة رفيعة سجل هدف التعادل لتونس في الديئة عشرين مباراة شهدت مشاركة سيف الدين الجزيري وشهدت غياب علي معلول عن التشكيل الأسية وأيضا البودلاء اللي شاركوا في هذه المباراة طيب ده فيما يخص كأس الأمم الأفريقية فيما يخص بقى الأجواء المحلية بتاعتنا أقول لكم مبارح أنه الأهلي واخد قرار ببيع صلاح محسن لعب الفريق وبالفعل كان مرسي كريس تبعده من رحلة الإمارات مع أسكر الإمارات اللي يقام حاليا صلاح محسن مع كريم صلاح محسن وكريم ندفد مش موجودين في هذه الرحلة وكنت قلت لكم أيضا أن صلاح محسن كان تغيب عن مران النادي الأهلي لمدة ثلاثة أيام دون إبداع أسباب وده كان ممكن يكون من العامل اللي خليته يتم استبعاده من معسكر الإمارات وإن كان يعني بحسن ما تواصلنا مع النادي الأهلي فهم مواخدين قرار ببيعه من الأول يعني من بدر وده كنا بنقوله دايما كل يوم لحضراتكم يعني فلجنة التخطيط بالنادي الأهلي كانت مترددة شوية في البداية في فكرة بيع اللاعب ولكن كانت خذت قرار بعد إصرار مرسل قرار بالموافقة على بيوه هما مش عايزين أو كانت لجنة التخطيط مش عايزة تستغنى عن صلاح محسن دون مقابر خاصة أنه كان فيه كلام كتير فيه ربط بين اسم صلاح محسن ونادي الزمالك لما اتصلنا بمسؤولي نادي الزمالك وسألناهم هل أنتم مهتمين بصلاح محسن فأكدونا أنه ما فيش أي اهتمام بصلاح محسن لاعب النادي الأهلي وأنه هما مش حطينهم مش حطينه في حساباتهم حتى لو استغنى عنه النادي الأهلي بشكل مجاني هما مش حطين صلاح محسن في حساباتهم صلاح محسن عند عروض منها سراميكو البترة ومنها مودرن فيوتشر معرفش ما زالت العروض دي قائمة ولا لأ بس كانت عروض موجود ده ومنهم كمان عرض من سموح اللعب لي قبل كده صلاح محسن حتى هذه اللحظة صلاح محسن مزال موقفه معلق سواء في النادي الأهلي أو حتى في العروض اللجي وهل العروض دي هي عروض ما زالت قائمة ولا لأ الله أعلم هل الأهلي هيتراجع عن بيع ولا الأهلي مكرر بيع صلاح محسن بشكل نهي دي حكاية الموقف بالنسبة لصلاح محسن في النادي الأهلي مصدر في النادي الأهلي قال لنا في رقم عشرة أن نادي قطر القطري نادي قطر القطري رفع عرضه من أجل التعاقد مع أليو ديانج إلى 3.750.000 دولار وحابب النادي القطري أنه يحسم الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة المصدر قال مصدر اللي قال لنا في النادي الأهلي أنه أنهم عايزين في النادي الأهلي 5 مليون دولار ولكن في اتجاه للموافقة على العرض لو وصل إلى 4 مليون دولار يعني هو لا توافع عن 3.750 لو جي أربعة النادي الأهلي هيوافق مع بعض البنافيتس يعني اللي هو والله اللعب كم مشاركة هناخد فلوز زيادة سجل أنتوا عرفتوا الحاجات دي خلاص سجل كم هدف هناخد شوية بونس كده لو اللعب تقلق مع النادي القطري البونس دي أخدها النادي الأهلي في حالة تقلقه مع نادي قطر القطري كمان الأهلي استقرر بشكل نهائي على تجديد التعاقد مع عمر السلية لمدة موسم آخر مع إمكانية التمديد لموسم جديد يعني هم اتفقوا مع عمر السلية عمر السلية كان عايز يجدد سنتين الأهلي عايز كان يجدد له سنة فقال له خلاص احنا هنجدد لك سنة وفيه في العقد سنة كمان لو احنا الاتنين مرحبين بفكرة التجديد هنجدد بس الأهلي مش ملزم طيب هتقول لي تم تخلقه سنتين وخلاص إيه الحكاية معه لو الأهلي يجدد سنتين لعمر السلية وبعد سنة قال لعمر السلية شكرا جدا على الخدمات اللي قدمتها للنادي الأهلي طوال الفترة المضاية فيبقى النادي الأهلي مطالب انه يدفع السنة التانية دي حتى لو ملعبهاش عمر السلية لكن دلوقتي احنا سنة والله يجينا بعد السنة دي ما اتفقناش أو خلاص الأمور خلصت فالسنة التانية تبقى بالاتفاق بالحب يعني وعمل السلية أحد من أكتر 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 اللاعبين الملتزمين اللي قدموا لنادي الأهلي على مدار سنوات طويلة وقدموا كمان لمنتخب مصر طيب نهاردة النادي الأهلي نشر فيديو عظيم جدا فيديو حلو قوي فيديو عارف يعني عارف يعني إيه بيب جورديولة اعظم مدرب في العالم حاليا على الأقل لو مش اعظم مدرب في التاريخ تمام عشان دي ممكن نتطفك أو نختلف علي لكن أكيد دو وقت دلوقتي راجل اللي مسيطر مسيطر على الكرة في العالم أنا شخصيا رأي بيب جورديولة أحسن مدرب في التاريخ بس أنا مش عايزة أفروضه مش عافظة دي رأي ده عليك يعني فبيب جورديولة اللي هو أفضل مدرب في التاريخ من وجهة نظر هذا الواحدي النهاردة يتحدث عن افضل نادي في القرى الافريقية على مر التاريخ واحد من اعظم اندية العالم فيش خلاف يعني بحكم الانجازات والبطولات والتاريخ العظيم والكبير يتحدث بيب جوارديولا عن النادي الاهلي بكل تقدير واحترام واشادة فيديو يفتح النفس ده ما نقول النادي الاهلي ده كده ايه منظومة مصرية نفتخر بيها عارفت لو اهلاوي وتحب النادي الاهلي قوي وزي النادي الاهلي بيشرف مصر في كل حتة في الدنيا اهو نفس الامر ده كده على فرض محمد صلاح نفرح بمحمد صلاح عشان محمد صلاح بيشرفنا في كل حتة في الدنيا العالم كله يتحدث عنه باحترام وطلق دير عشان كده لما بيب جوارديولا يتحدث عن النادي الاهلي فنفرح بالنادي الاهلي مؤسسة المصرية العظيمة الكبيرة اسمع بيب كارديولا candle ايه، اسمع اسمع ومبست يالا بينا We have a team, it's incredible followers I was in Egypt and I was really impressed how people is crazy about that team And yeah, they make a good tournament the first game against Flumeese they play really good and make the third best team of the world تقول يعني عشر ثواني عشر ثواني فيهم الزبت فيهم الكلام العسل تفرح الفاكرة لما بقولك تفرح تفرح كمشجع مصري مش لازم فيه واحد بيتكلم على مؤسسها مصري انت سمع أهلي وزمالك واسمعين واحد اسمه بيب جورديولا أعظم مدرب في التاريخ تحدث هكذا عن نادي مصري اسمه النادي الآلي أنا يا جماعة الحاجات دي بتخليني كده في السماء طاير عش نروح لنادي الآلي ونادي الآلي نلوح برضو مبسوط له جدا انه أموره تتحسن تتحسن رفع يقاف القيد تزديد الغرامات والمشاكل الحاجات اللي فيها نادي الآلي دي وهي بتتقلل انها بتتحل انا مش مصدق نفسي ليه انه حجم المشاكل صعبة جدا وفلوس كتيرة جدا جدا فكونها بتتحل فتفرح لنادي الآلي هذا او هذه المؤسسة المصرية الكبيرة العظيمة عشان من نقول نفرح ايه عامل حدا زمالكاوي لأ نفرح لنادي مصري عريق زي نادي الآلي اموره بتتزبط اموره بتتصلح وببساطة يعني ده حلو للكورة وللمنافسة وكثير من الأمور البلجيكي كارل هوفكينز الموديل الفني اللي تقال عليه انه مرشح لنادي الآلي فهو فعلا مرشح لنادي الآلي واصبح قريب جدا لإتمام تعاقده مع نادي الآلي الآلي زمالك اتفق على كافة التفاصيل الخاصة به التعاقد هيمتد التعاقد لقد ايه سنة ونص أو موسم ونصف النصف اللي باقي من الموسم ده والموسم اللي جايد المدرب هياخد تقريبا خمسين ألف دولار شهريا وده رقم دلوقتي بقى رقم حلو لازيل مش اقول لك رقم قليل بس رقم فيه رقم أكتر من كده بكتير بتتدفع وفي الدولة المصر عادي بس خمسين ألف دولار في ظروف الفعلات الزمالك معقولة مع مدرب محترم مدرب جيد هو هيبقى معاه اثنين مساعدين الاول هيكون مساعد اللي هو يعني مساعد المدرب عطول مساعد ده الأمور الفنية والثاني هيكون مخطط بدني وفيه احتمال انه ممكن يبقى فيه كمان مدرب حراس مرمى طيب أرفك على هذا المدرب بشكل عام شوية من خلال بعض المعلومات عنه تعالي أقول لك يلا بينا بس يا سيدي هو في كينز هو مسيرته في أو بدأ مسيرته في منصب كشاف المواهب لنادي كينكوك أو كينوك بدورة درجة السالسة قلة بلجيكا في نهاية شهر ينايل 2018 ثم اتجه إلى نادي كلوب بروش الشهير طبعا في منصب المدرب المساعد لفريقية تحت 18-21 عام بالإضافة لدوره ككشاف للمواهب بديد هديك بقى شوية دلالات عظيمة جد وده في اختياره للعابين اللي هتنضم النادي الزمالك هتبقى عينه عظيمة يلا لو أصلا راجل كشاف راجل بيشتغل في سكاوتينج في يونيو 2019 أصبح كارل مدربا مساعدا في الجهاز الفني للفريق الأول بنادي كلوب بروش وفي مايو 2022 أصبح المديد الفني للفريق الأول وقاد الفريق لتحقيق إنجاز غير مسبوك بعدما وصل به إلى دور 16 من دوري أبطال أوروبا بعد احتلال وصافة المجموعة الثانية خلف بورتو البرتغالي وجاء بعده أتليتكو مادريد وبايل ليفاركوز نشوف تفاقق على مين على أتليتكو مادريد وبايل ليفاركوز ماشي لبعضه آخر تجارب المدرب مع نادي ستانر لياج البلجيك برضو نادي كبير في بلجيكا عندما تولى المهمة الفنية في يوليو 2023 ولكنها رحل في ديسمبر من نفس العام بسبب سوء النتائج حيث قاد الفريق في 22 لقاء فاز في 6 وتعادل في 8 وخسر في 8 مسجلان 24 ومستقبلا و 31 هدف دي حكايته طيب فنيا بقى الراجل ده بيشتغز دايما محبش تكلم معك فنيا قوي بس هديك شوية كده خطفات يعني نخطفه كده في اللحظات الشكل الهجومي في الشكل الهجومي المدرب ده بيعتمد جدا على الأجنح الأجنح اللي هو إيه اللي على الخط هو على فكرة سعب بيلعب ب3 مدافعين سعب بيلعب ب5 2 وسعب بيلعب ب4 3 3 بس هو الأغلب إنه بيلعب ب4 3 3 منظومته هجومية يعني مش من المدربين بتحب الدفاع وبيعتمد على الجناح اللي على الخط مش الإنسايد يعني هي اللي على الخط مش الإنسايد يعني زي ما كان كارتيرون مع نادي الزمالك مش زي مارس الكولر مع نادي الأهلي يعني مارس الكولر مثلا يحب الجناح بتاعه يبقى جوة منطقة الجزاء هو لا عايز الجناح على الخط ويدي عرضيات ويعمل كرات من النوعية دي فزيزو مثلا مع الراجل لوط هيفرح قوي هينبسط جدا يديني على الخط ويدي عرضيات أنا بتاعك تمام المهاجمين اللي معاه مش المهاجمين اللي هما مهاجمين السندوق يعني اللي هو المهاجم المحطة زي ما بيقولوا لا هو يحب المهاجم اللي زي سيف الدين الجزيري بالمناسبة لو أنا عارف إن فيه فريق سكاوتينج أو في الناس بتشتغل بشكل كويس قوي في الأمور دي في نادي الزمالك فلو هما بيفكروا بالطريقة دي إنه يجيبوا مدرب ياليك على اللاعبين اللي موجودين يبقى ده زكاء جدا بص هو راجل طول الوقت فاتح الجناحات والمهاجم اللي مكتوب اسمه هو كان او جدوت جاي من تحت هو سيف الجزيري وهنا جناح المقد تعتبره مصطفى شربي نفس القصة المهاجم هو جاي من تحت ومش محطوط جوه مش محطوط في منطقة الجزاء المحطة يعني هو يحب المهاجمين اللي بتجري وبتتحرك من نص الملعب بشكل كويس هات اللي بعضه على طول هات السؤال اللي بعضها على طول زي بقيت لكم لمحة فنية أنا أنا لقوا حل الفنية ولكني أأخذكم في رحلة في عقل هذا المدرب نبص نفس الأمر الجناح طاير هو يقعد يفتح يشتغل راجل عليه دايرة في نص الملعب دوت كل ده بنى بين الباك ونص الملعب والمساك عشان راجل الجناح اللي أصمر اللي هناك دوت هو هو هيتير وياخده الكرة ويتير نفس الأمر كل الشغل اللي بيشتغلوا لحد ما الجناح بس دا بالمناسبة الجناح هو اللي واقف دلوقتي هو معاك كرة والباك هو اللي بيفتح برضو على الخط الشغل كله على الخط نفس القص هو دي الطريقة اللي بقولك عليها أحيانا بيلعب بتلاتة خمسة اتنين بتلاتة مدافعين أو حتى دي باربعة بالمناسبة مش تلاتة بس الشغل كله فيه بنا من نص الملعب لحد ما توصل للجناح عشان المهاجب في الآخر يستقبل العرضي غالبا هيبقى مدرب كويس فيه سنة طبعا مخاطرة بس حتى لما مرسل كلها جنادي اللي قال يقولنا فيه سنة مخاطرة عشان ما اشتغلش في القرى الأفريقية بس برضو مرسل كلها الكنسيبية أكبر طبعا أكبر ومشوار طويل ده لسه برضو حملش مشوار كبير بس مدرب الشكله كويس الشكله كويس بس بقولك أكيد هيبقى كويس مع نادي الزمالك بس الشكله ممكن يعمل حاجة مع نادي الزمالك بعد الفاصل هشرفني ونوارني كابتن الكبير كابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام المصرية خليكم معنا يعلم بحضراتكم مرة أخرى هشرفني ونوارني في هذه الفقرة كابتنك كبير كابتن محمد فاروق نائب رئيس لحكام المصرية كابتن محمد مشرف ومنور أنا سعيد إنني موجود معاك وطول عمري ما بيجي معاك ببس سعيد جدا برنامج محترم وانت عارف اللي انت لك عندي معزة وحبة كبيرة جدا ده شرف كبير يا كابتن محمد بداية حاجة حلوة ومشرفة وفرحانين بيها وفخرين بيها مستوى التحكيم المصري حتى الآن في كاس الأهم الأفريقية عادة عادة يعني أي مباراة بيبقى فيها منافسة وفيها بطولة كبيرة زي كاس الأهم الأفريقية المنافسين بيطلعوا كلمة عن حكام مباراة اللي قدرها حكامنا المصريين حتى الآن مفيش حتى سطر الكتب عن أي قرار شافوا المنافسين مثلا أو شافوا اللي بيتنفسه إنه كان قرار مثلا نحوط لا عايز أقولك لا فيه الكتب بس الكتب بشكل إيجابي أيوة لا بيتكلمش عن إيجابة بيتكلم على السلبي الحمد لله فيه السلبي لا الحمد لله لا عايز أقولك يمكن التحكيم المصري هو الصورة المضيئة في البطولة صح وخلينا نقول السبع الموجودين بداية من أمين عمر ومحمد معروف وأمين ومحمد معروف وعندك محمد عادل وعالفار محمود عشور ومحمود البنة وأحمد حسنطة ومحمود أبو الرجال أداء من أحسن يعني النهاردة محمد معروف بيكمل السنفونية الجميلة الأداء راقي جدا مش عايز أقولك عايز أقولك أن حازوا على إعجاب جميع الدول الموجودة في البطولة يعني كله بيشيد بالتحكيم المصري كله يتمنى أن التحكيم المصري يكون متواجد في اللقاءات اللي هم بيخدوها ده انتصار كبير جدا مش للتحكيم لمصر في هذه البطولة كلنا سعداء باللي بيقدموه فرحانين ومبسوطين وإن شاء الله كده يكملوا كده ويظهروا بنفس الصورة الجميلة ويدوا صورة للتحكيم المصري اللي طالما تعرض لنقض هجيلك في ده هجيلك في ده بس الحكام المصريين مشاركتهم بالعدد ده في كاس لهم الأفريقية دي حاجة مشرفة جدا إنه هم كمان يشاركوا زي ما حالك بتقول كده إنه يبقى المنتخبات عايزة حكام مصريين هم اللي بيديروا المباراة فدي حاجة مشرفة جدا 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 أكيد طبعا مش عايز أقولك إن الصورة مضيئة فعلا بجد تتواصل معها كابتن محمد بتواصل عن طريق الواتساب كتير جدا وبتكلم قبل المباراة وبعض المباراة هاي وكان ليه برضو تواصل مع محمد معروف قبل المباراة النهاردة واتكلمنا على الواتس كتير جدا بتقول لهم إيه بقى كابتن محمد يعني النصايح بتبقى إيه النصايح إنه برضو هم وصلوا المرحلة لا لا مش قلامك عن نصايح الفنية خاص انت راجل عندك خبرات عظيمة جدا دايما بقولهم حتى وإحنا في الإمارات كنت بتكلم معهم إن دايما بنلعب باسم بلدنا ويما تلعب باسم مصر مش عايز أقولك إن حجم المسؤولية بتمعامل إزاي بلدك اللي انت بتحبها اللي انت عايز توصل لأعلى مكان وأعلى نقطة تدر توصل لها بتكلمهم دايما عن الحتة دي لأن الحتة دي خلي بالك بتدخل عليهم بتدي شكل إيجابي كبير جدا يلعبوا لإسمهم يحطوا العدالة قدام عينيهم لأن دايما ربنا بيكرم مدام أنت شايف حتى لو فيه أخطاء لقدر الله بس دايما ربنا بينصورك وبيوفقك فدايما التلات نقطة دول بحسهم عليها وبنتكلم دايما في التلات نقطة دول عشان كده اللي أنا شفته في البطورة دي كان يعني وإحنا في الامراقل نابلها باسبوعين مش عايز أقولك كمية الانضباط اللي كانوا موجودين فيها كمية التواجد يعني حتى وإحنا كنا بروح التدريب مثلا ساعة خمسة ونرجع اليوم اللي بعده محضرات نظرية كانوا بيستغلوا حتى الأوقات التانية يطلعوا يزودوا مثلا في صلت الجيم في حب بينهم ومن بعض فكنا عايشين كأسرة واحدة ودايما ربنا بدايش موجود أي حاجة حراك وإنت بتتكلم قلتلي إنه الحكم المصري أنا أعطيها تك إنه طالما طالما عرض لانتقادات أو بعض الظلم من بعض الناس والحكم دايما الحكم المصري دايما بقول إنه مطلوب في كل مكان مطلوب في بطالة محلية وأفريقية وعربية وإن شاء الله ده أقول ليه يفكس العالم اللي جاء نشوف حكام مصريين ليه ليه فيه فرق هل فيه فرق في المستوى يعني حكم المصري بيقدم بشكل كويس وميقدمش هنا بشكل كويس ولا بيقدم نفس المستوى بس هناك محدش فوق دماغه وهنا إحنا كلنا فوق دماغه بص هقولك بمنتهى الأمانة عشان بس يعني هو هم نفس الحكام وهي نفس القرارات بس الأسف الشديد اللي إحنا هنا يعني بيغلب علينا اللي إحنا كل واحد بيتكلم وانتماء والنريه لو النريه خسر يبقى تقم التحكيم مش كويس حتى الإعلام بعض الإعلاميين بيطلعوا يوجهوا سهام النقد للحكام المصريين عشان هم بينتموا الفرق معينة والله من غير ما ينتموا يا ساتة هتلاقي أحد يقولك إيه أدام كده كده جمهور فلان ده غضبان من الحكم ما نمشي مع الجمهور عشان جمهور ما يليبش علي برافو عليك وده اللي موجود وعشان كده أنا حزين للحتة دي أتمنى اللي إحنا نساند للتحكيم المصري أنتو شفتوا التحكيم وصل لفين لمرحلك بنا جدا نساند عشان عندنا بعد كده إن شاء الله يكون طاقم موجود في كاس العالم وانا يمكن عادت معاك هنا في نفس القاعدة من فترة وقلت لك إن شاء الله هتلاقي طاقم اللي لأن الصورة عندنا الصورة مضيئة لكن للأسف الشديد إن فيه ناس بتحاول تهدم وده يعني يقعد يفكر مع نفسه أنت بتهدم بلدك لتحكيمك ده يعني لو ما فيش تحكيم مع كامل الاحترام لكل الحكام اللي موجودين في كاس العالم أو أي حكم بيطلع من المصري حكم مباراة خارجية قبل ما بيتقال اسم الحكم أو قبل ما يتعرف اسم الحكم بيتقال حكم المصري يعني الحكم المصري اللي كان بيدير المباراة اسم مصر يعني قبل ما يتقال اسمه كمان بيتقال اسم مصر فاحنا نحافظ على حكامنا عشان اسم بلدنا عشان اسم بلدنا إحنا كنا بنطلع مطشات برة إنت عارف قبل ما نروح المطش وإحنا في الفندق كنا بنسمع عغاني وطنية كان بتأثر فينا كتير جدا بتأثر فينا كتير جدا كنا بنحط اسم بلدنا اللي احنا بندعب باسم مصر قبل ما بص الاسمي ولا بص لأي حاجة تاني أنا ما بص البلدي لأننا ما بقدم مبارات ديرها بيتقال علي الحكم المصري بيتقالش الحكم سين وصاد بالزبط يعني عايز أقولك قمة ساعتك قمة فرحتك ما جيش بقى هنا بلدي اللي أنا عشت فيها وموجود فيها وقابل بالنقد ده يعني يا جماعة يعني ايه ده تحكيم حقه هو النقد دايما مقبولة كتير محمد أنا ما عنديش مشكلة بس ما يباش فيه لو النقد موجود للإصلاح صح أنا أول واحد أشاركه كل الناس يبقى مبسوطة مية في المية انقد وقول ما فيش مشكلة لقد النقد الهدام هو ده اللي بيخليك تبقى حزين صح انتقد انتقد حكام انتقد لجنة حكام ما عندناش أي مشكلة لكن ما تهدمش لأن الهدم ده يبقى انت بتحبش بلدك يبقى انت اقول ايه يعني مش عايز اقول كلام الناس تزعل يعني لأ بصوا بصوا اسم مصر لأن الحاكم اللي انت هو اللي بيطلع باسم بيلعب باسم مصر مظبوط وفي الآخر كلنا مصريين صح عايزين مصر تنجح في الحكام في المنتخبات في كل حاجة عايزين اسم مصر في أعلى ما كانت نقدر تقدر توصل له طيب في تفصيلة وراء بفرج على مباريات حكامنا المصريين في كاس الأمور فأي بطولة دولية بقعد أقول إيه بقعد الحاكم بتاعنا لما بيطلع برة هكلم عنك بصراحة والله هفوض معاك يعني هياخد بدل كويس في عربية هتوديه وتجيبه ما فيش حد بيستعقله ويقول له أنت هتستبعد يعني بيعيش مكرم يعني ما كلم عنك بصراحة يعني فإحنا لم نعرف نديله الفلوس اللي بياخدها برة دي ولا بنديله الوسائل الراحة اللي تخليه برضو ينزل الملعب مركز ومبسوط أنا بقول كلام صح ولا بقول كلام غلط لا يعني هو فيه 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 جزء صح والجزء التاني لا هو هنا مكرم طبعا في بلد لا لا مش بتكلم على بلد انا بتكلم على مسمى وزيو أنا راجل حاكم فأنا بروح مسلا مسلا يعني بعربية وديه اللي استادو ترجعني مسلا باخد بدل رقم كويس عشان نزل قدير مباراة مهمة في الدولة المصري أو أي مباراة الدولة حتى المحترفة هل ده بيحصل؟ بيروح بعربيته إلا مسلا لو فيه مسلا سفريزة غرداءة أو أسوان بطيران أو الغرداءة بتبقى فيه عربية وديه منجبه بدأنا نتحرك يمكن أن تأخذني في حتة الماديات والكلام ده كله نسمع من احنا صغيرين يقولك انت نفسك ليك انت كنت بتاخد مستحقتك متأخرة سنتين مثلا وانت بتحكم كانت فيه مشكلة فعلا بجد في الماديات أو في الفلوس كانت متأخرة يمكن برضو بشكر مجلس قدارة الاتحاد بشكر النايب أحمد دياب الربطة بالنسبة للدورة الممتاز خلاص صرفت كل ما هو الموسم اللي فات كله كل المتأخر كل الموسم اللي فات كله تصرف عظيم كان ليه تواصل مع النايب أحمد دياب وكلمته عن الربطة الراجل قال لي الربطة السنة التانية هتصرف وفعلا الصرفت دلوقتي هتبدأ الربطة السنة الأولى ودي ان شاء الله تتحل المشكلة دي وقال لي العشر أسابيع اللي تلعبه احنا لابنا 11 أسبوع قال لي العشر أسابيع بلغ حكامك تروح تقبط برضه الفلوس فهما دلوقتي يقبطوا الربطة التانية والعشر أسابيع أي بابايا لهم إسبوع واحد بس بدأنا نتحرك الحمد لله رب العالمين عشان كده أنا بشكر مجلس النارات الاتحاد وبشكر إنه بأحمد دياب ده حصل وقول لي بصراحة أنا عافية أنت صريح جدا أصلا يعني ده حصل إنه الحكام المصريين كانوا أبدوا غضبهم إنه هم يديروا مباريات كسر ربطة قبل بياخدوا مستحقاتهم المتأخرة لا 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 خلص خلي بالك الحكام الكلام ده تنشر لا 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 خلص غير موجود والله لأننا مجرد مع إنهم الناس روحت يعني خلي بالك الحكام أكتر ناس بتضحي وأكتر ناس بتتعب أيها مش عايزينهم بيضحي يعني عايزينهم يعني يعني بيضحي أقول لك إزاي يعني فلوس متأخرة خلي بالك فلوس ما فيش فلوس حضيئة لكن في فلوس متأخرة ما شفتش جاي حاكم قالها مش هلعب هما من حقهم يطلبوا بحقهم لأن دي حقوق طبعا ودي أما أخرت أنا أول واحد اتكلمت طبعا ما احترامل أي حد مش هينفع أجعد في برنامج وأقول كلام أنا غير مختنعة به صح دي فلوس ودائما حقوق الناس لازم تتكلم عليها في المية فأنا كنت بتتكلم عليها واللجنة كلها كنت بتتكلم عليها ولقينا استجابة من أستاذ جمال علام لقينا من الربطة بدت الأمور تتحل وإن شاء الله ما تكون قباش فيه مشاكل لكن مفيش حكم أبدا أن هو ما يلعبش أبدا خالص هم رأم أحفر هما تتكلموا على الفلوس أه تتكلم لنا حقوق وإحنا سمعناهم ودحقهم عشان كده أنا بعد ما حسيت أن هما بيسألوا على حقوقهم أنا سارعت واتصلت بالنائب أحمد دياب وكلمته قلت له الحكام مش مش هتلعب الحكام زعلانة بكلمك بهمتها الأمان قال لي قلت له الرابطة الأولى والتانية ما خدوهاش قال لي طب الرابطة الثانية خلاص تعتبر لي تتصرف والدور المنتظر يتصرف إحنا دلوقتي نشوف الرابطة الأولى هل مع التحض الكرة ولا مع الرابطة لو تتحلت دي كمان يبقى إن شاء الله كل المشاكل يتحلت تماما والحكام رضيين دلوقتي رضيين كلهم مبسوطين كلهم مبسوطين بس برضو إن شاء الله القسم الثاني والمحترفين والقسم الثالث هتتصرف منهم حوالي أربع أسابيع أو ثلاث أسابيع أتمنى أن يبقى فيه سرعة شوية لأنه دل أنا بقول دايماً عنهم الغلابة ولازم أجري عليهم قبل باجري على الدور المنتظر وحكي بدلاتهم مش كبيرة يعني مش كبيرة قوي بس في نفس الوقت برضو لازم نجري عشان تطلع لهم الفلوس لأن فيه ناس في هذه الفئات محتاج الفلوس بجد يعني وإن شاء الله يكون لها تواصل برضو مع مجلس دارة الاتحاد والسجمال أول ما يرجع اللي أنا هجري أتحرك في هذا الموضوع عارفوا كل أنا دايما بقول كده اللي بيأخذ أعلى رقم اللي بيأخذ أقل رقم هو محتاجهم يعني يعني كل الناس محتاجة حكي طبعاً حتى لو مش محتاجه حقه بالزبط يعني وبعدين هتطلب إزاي من حكم إنه يركز في المباراة حلم دول الله حكامنا بيركزه وهيلين وكل شيء بس هتطلب منه إزاي يركز مية في المية لو معلش يعني أنا ياسف والله أنا عارف لما أبا صغر الموضوع شوية وإن كان ضحية وأنا متأكد أنت عارفه أكيد بيجيوا يشتكولك أصلاً يا كابتن محمد أنا عندي أسن مش عارف إيه مش عارف أسدده أصلاً عندي مش عارف فلوس علي في إيه مش عارف هينضي للك إزاي إزاي كان لقيب الكورة اللي بيأخذ ملايين يعني ربنا يا رب بيزدهم بيبقى عنده نفس المشاكل دا فما لا كانت حكم بيأخذ رقم قليل جد أكيد طبعاً ومتفخ معه تماماً ويمكن أنا يمكن كل ما كانت متأخرة كنت كل ما بروح للاتحاد بنزل لمجلس صدارة الاتحاد كل يوم كنت باتكلم عن المروضة دا لأن دا حق ولازم يأخذ ولازم نفسياً بنسمع كابتن محمد من عشرات السنين إنه إمتى يبقى حكمنا محترفين إنه بيشتغلوا بس حكم والله أنا بسمع معاك يعني حتى وإحنا بنحكم اتعرض الموضوع دا بفيه احطراف بس أنا مش عارف إيه الأسباب الأساسية اللي هي يعني ليه مرحوش للموضوع دا لكن الموضوع دا كان مصار وكان مصار من الفترة اللي فاتت بشدة وبقوة بس ليه ما تحركش أنتو كلاجنا ما عرضتهوش يعني طبعاً عشان أنا بس أفهم الناس إنه الاحتراف دا معناه إنه هو ما يشتغلش حاجة تانية وعشان ما يشتغلش حاجة تانية هو شغلته يبقى محترف يبقى حكم بس فهو بالتالي هو محتاج مقابل يوازدة طبعاً بيأخد حاجات تأخير وكتوفه بتابته إنه هو محترف بالزبط كده هل أنتو طلبتو كلاجنا حاجة زي كده؟ لا إحنا ما طلبناش لغاً دلوقتي لكن برضو من ضمن الموضوع اللي أنا حطتها اللي أنا برضو نقدر نتكلم فيها ونشوف إيه المعوقات الواقف ليه؟ إيه السبب؟ صح لو في أسباب نقدر اللي إحنا تتلاشى ونقدر نمشي فيها هيبقى كويس جداً مليا في المال فإن شاء الله دا الموضوع دا برضو هيكون مطروح لأن أنا يعني حطه في الحسبان عادة بنشوف الحكام معظمنا يعني حكامنا المصريين وتقييمهم ونتكلم عنهم في الدول الممتاز بس تحت فيه منافسات كبيرة جداً تحديداً في دول المحترفين وربما أصعب على الحكام من مباريات الدول المحترفين الناس بتخيل مباريات بس الأقلي والزمانة جديدة اللي بتبقى صعبة لكن تحت ما يعرفوش إنه يبقى فيه منافسات في منتخص صعوب لا دا انت خدتني بقى الحتة مهمة جداً ويمكن أنا كنت حبيت أتكلم فيها وقولت لحضرتك عليها دول المحترفين الناس مش حاسة بيه دولي من أقوى الدوريات اللي بتلعب بعشرين فريق على مستوى مصر كلها أقول تسعين في المئة وتمانين في المئة منهم لعب دوري ممتاز مطشط بدون فار عندنا حكام صغر السن وإنه يمكننا نعمل إحصائية صغيرة برضه عشان الناس تعرف مين اللي بيدير ومين اللي ياريت إحنا لعبنا لغير دلوقتي سبعتاشر أسبوع بمية وسبعين مباراة المية وسبعين مباراة قدروها حكام ما فيش حد الحكم من حكام الدوري الممتاز ولا الدوليين ولا أي حد نزل حكم خالص حكام صغر السن وحكام عندها خبرات عندنا حكمين لعبوا سبع مطشط عندنا تلاتاشر حكم لعبوا ست مطشط عندنا تسع حكام لعبوا خمس مباراة عندنا ست حكام لعبوا أربع مباراة عندنا حكم لعب تلات مباراة عندنا تلات حكام لعبوا مطشين وعندي سبعتاشر مطشط لعبوا في الدور التمهيدي الأول والتاني والتالت أغلبهم وراحوا للناس اللي مثلا لعب مطشين ولاعب تلاتة عشان العدد يقرب فما تلاقي دلوقتي سبعة وستة وخمسة ولسه احنا ما دخلناش على منتصف الدور المحترفين ما كانش بلعبوا الكلام ده كله خالص فعندي الحكام الأدام والحكام اللي عندهم خبرات والله ومعهم بعض الحكام معهم رخصة حكام على أعلى مستوى والناس عشان تعرف الأسماء عندي جلال أحمد وأنا بعزيه على فكرة دلوقتي على الهوى والدي التوافة النهاردة رحمة الله عليها رحمة الله وربنا يرحمها يا رب كده ويجعلها في الجنة عندي محمود رشد من الوادي الجديد عندي مبلوك نبيل القاهرة عمر العطار سهاج محمد عبدالحافظ الشرقية وسامة اسماعيل السويس إبراهيم محجوب برسعيد عمر شنوي الجيزة أحمد ناجي القاهرة أحمد نصر عباس السويس أحمد حمد فهيم المنصورة محمود منصور الغربية محمد عبدالعزيز القاهرة محمد إبراهيم كو برسعيد عمر فتاح اسكندرية محمد علاء هاشم القاهرة محمد ناجي القاهرة محمد الشرناوي برسعيد دول الحكام الكبار اللي عندهم خبرات عندي بقى مجموعة صغر السن اللي يتعدوا 30 سنة والأسامي اللي هنالف دي السنة الجادل في الدورة الممتاز يعني عندي إسلام الأماش إسلام الأماش من برسعيد لها تعدى 27 سنة عندي محمد طه من أسيوت عندي محمود حسين من بنسويف عندي محمد عبدالعليم من اسكندرية حيسم عثمان القاهرة عبدالرحمن صالح اسكندرية محمد ناصر عباس القاهرة مصطفى متحة القاهرة إسلامة مشانب اسكندرية عبدالحكيم ناصر برضو لها تعدى 27 سنة صهاج عندي علاء صابر الفيوم عندي محمد أحمد الشناوي 26 سنة عندي أحمد جمال شهين برضو 29 سنة عندي بقى حكمين لصغيرين ولا أكبار وظهروا عندي بمستوى رائع عندي أحمد عبدالساميق أسيوت وأحمد العباسي كفر الشيخ منتاز أدوا مباراة عالية جدا هيتبقى لي شهندة ودي هتبدأ تلعب بنته حكم دولية على مستوى علي جدا طبعا وعندي حسام عزب حجاج ربنا يشفيه وهيعمل الاختبار الليقى البدنية هذه الحكام إحنا بنصنع بهم أنا بقول تاريخ للتحكيم المصري الله ما انت لو عايزي اشتغل تطويل هقولك الحاجة أنا لو أدور على مصلحتي أو لجنة بتدور على مصلحتها في الدورة الممتازة حكام أجانب هتيجي تقول لي وغريح دماغي في المحترفين لعب الدوليين في المحترفين في الممتازبة لعب نزل لهم المحترفين في القسم التالت الدول الممتازبة لكن احنا وقفنا يما قالوا حكام أجانب احنا أكتر لجنة وقفت وسندنا اتحاد الكورة ومجلس الإدارة وسجمال علام ان احنا نعمل حكام المصريين وخلي بالك الحتة دي الناس مش وقدة بلقة الناس بس تقولك اللي احنا بنتكلم وعايزين ننسب لنفسنا أو فضل اللي حكامنا متعلقة هم دول حكامنا في الأول وفي الآخر أكيد فيه لجنة سابقة محترمة كانت ساهمت في هذا اللي بيحصل دعا في الحركة كنت بتقولي الأسماء أنا كنت مبسوط قوي من إيه أنا كنت لسا أسألك احنا عند لقية عندنا حكام ممتازين في كسلوم الأفريقية بس عاملة بالزبط كده زي إيه اللعيبة بتاعت المنتخب اللعيبة تخطط التلاتينات فإحنا عايزين أجيال ويحصل تواصل أجيال ويبقى فيه عندنا حكام تانيين رائعين مش هكتفي بس باللي موجودين في كسلوم الأفريقية وقول حكامنا بخير لا ده أنا عايز أجيال وراء أجيال وراء أجيال فأنت اللوقتي لما قلتلي دول هتشوفهم في الدولة الممتاز كمان السنة الجاية وبعدها هتشوفهم في بطولات دولة كمان أنا عايز أقول لك كمان ده الصف التاني احنا عندنا صف التالي وصف الرابع ممتاز احنا عندنا في سي تو حكام صغر السن خد الأصعب بقى في سي سري اللي بلعبه قسم التالت حكام لأول مرة بتصفر عندها عشرين سنة وتسعتاشر سنة ما كانش بلعبه خالص هاي ما انت ما بتدور على تطوير لازم تشتغل لصالح التطوير صح مش لصالح نفسك هسعلك بصراحة بصراحة شديدة بعد ما أشدنا وكلمنا بشكل رائع جدا وحاجة فيها كل الطاقة الإجابية كان بقى شكوى وصلتكم من دور المحترفين لأ في شكاوي ها في شكاوي ناس عندها حق أنا بكلمتك بممتال ايه ما انا خلي بالك ما عنديش في ناس بتبعت شكاوي يعني بص المئة وسبعين مباراة على مسؤولية الشخصية لا يتعدوا خمسة في المئة إن فيها أخطاء مؤسرة هم والباقي ما فيش يعني فيه ناس بتبعت شكاوي أنا بشوف إن فيه خطأ احنا بناخد قرار كلاجنة بيقاف الحكم لو فيه خطأ احنا شايفينه هاي وفيه حكم وفيه أنديا بتبعت ليه لا اللي هو بشي لها من عليا لا لو ضغط عليك عشان انت تقول له ايه هجيب حكام دولي اه فهمت يعني انت فهم القصة ماشي ازاي وفيه حكام لها حق عشان نتكلم بمنتال امانا فيه أخطاء بس انت دايما ولازم الناس تصبر ودايما أنا ببسرها بلعيب الكورة يعني ما بقى عندك لعيب ناشئ تلعيبه أول مطش مستوى غير بعد خمس مطشات غير بعد سبب بس هنا الانديا هتقول لك تقول لك لا مش ده أصبر تصبر لكن انا عايز اللعب الدولي اللي هو الكبير عشان انا عايزك سبتكي تجرب علي انا هيقول لك كده احنا مش عايز كل واحد تدور على مصلحته احنا عايز مصلحة البلد عايزين مصلحة اللي احنا نعمل تطوير في التحكير زي موتي لك احنا بندور اللي احنا نعمل تطويري بعدنا حكام عشان يليجي بعدنا يشتغل صح مش بيتدور على مصلحتنا الشخصية صحيح خلي بالك اللي احنا حتة الحكام اللي خدوا ثقة ومنهم أمين وبنة اللي بيلعبوا دلوقتي يما لعبنا بكل حكامنا في المطشات اهل وزمالك وصوبر والحاجات دي كلها قدت انطباع الاتحاد الأفريق والناس اللي احنا في صخطة في حكامنا جنوطة مهمة مالتالبا بتجيب أجانب هيقولك زي كانت مش وصك فيها انا مش وصك فيهم عشان كده احنا كنا وقفين على أرض صلبة صح وكان بيسايدنا مجلس صدر الاتحاد وزمال علام ومصممين قلنا مفيش تحكيم أجنبي في ناس كتير هجمتنا ازاي ومش ازاي لأ الأمور الأمور دلوقتي داخل أسرة التحكيم هادئة يعني الحكام مبسوطين رضيين عشان كلامك بصراحة الحكام اللي طلعه اللي طلع بارك قائمة دولية بيتقال انه زعلان اللي يستبعد بسبب اليقى البدناء يقال انه زعلان هل الأمور دي كلها تم حلها ولا لسه في بعض الناس اللي متضايقة لا بنسبة كبيرة جدا بنسبة كبيرة يعني تتعدى 90% مفيش الكلام ده حتى مفيش في حاجة احنا بنا من بعد تواصل كويس قوي بنا ومن بعد حالة حب عارف يعني مش موضوع لجنة وحكام يعني كلهم أصدقائنا وكلهم أخاتنا صغيرين بزا انا عارف ان انت شخصيا كمان الناس الحكام بيحبوك وانت بتعامل معهم بالإنسانية ديت يعني فهم ان انت راجل قوي جدا في قراراتك مع رئيس لجنة الحكام بس في نفس الوقت انا عارف ان انت عندك تواصل ده دايما الحكم بيحكم الجانب النفسي ده مهم جدا 100% يعني انا حتى ما بحس ان في حكم او في حاجة من دي انا بقدر بتصل بيه لو هو انا ما اتصلتش بيه هو اتصل باسمعه فانا بحاول اللي انا اشوف اي مشكلة حول حلها لكن بالنسبة 90% لا تلاشت اغلب الحاجات دي كان معايا من فترة قريبة كده الكابتن محمد الحنفي هو كان بيقول انا كنت في البيك بتاع مستويا وانا كنت بتحسن جدا في مستويا وفجأة تم استبعادي من ادارة المباريات وقال انه كان عنده مشكلة في الاختبارات بتاعتليك البدنية وقال لي انها هتتحل هل بتتحل ولا مش هتتحل لا اتحلت واخدنا قرار انه هيجري في خلال 10 تيام ممتاز وان شاء الله ينجح محمد حكم كبير وليه اسم وتاريخ كبير جدا ممتاز وانا كنت من ضمن الناس اللي اصريت ان هو لازم يجري مع لاجنيتي ومستر بريرة هيجري وينجح وان شاء الله يكون ليه دور كبير في الموشات الكبيرة ها دي من الحاجات الحلوة انت بتقول لي انه حتى اللي بيبقى بالداي انت بتعرف تديله فرصة تانية والله يبقادر كبير جدا لان انا مش بسس لها لان انا رئيس لجنة ولا نايب رئيس لجنة ولا الكلام ده كله حالص لان انا كنت معاه مفترة قريبة جدا وفي حالة حب بنا وبنبعد والتأدير واحترام فانا عايزهم يعني انا لعبت كل حاجة واتمتعت بكل حاجة انا عايزهم عارف اللي بيحب حده وعايزهم يحسن منه ايوه انا معنديش الحتة اللي انا بدور اللي انا لأ بالعكس انا عايزهم وصلوا ابعض نقطة لان في الاول في الاخر هارجع برضو كلمة بلدي مصر هيوصلوا هيلعوه باسم مين باسم مصر حاجة تبسطني على المستوى الشخص بشكل اهم رأيك ايه في مستوى التحكيم في كاس الوامل افريقيا هزل لغير دلوقتي مو ماشي كويس بعيد عن المصري مرغب اللي نسامع الجزائد لسه بعث احتجاج على المباراة لكن خلينا نقول لغير دلوقتي المصريات ماشي كويس جدا وزي ماقول يا رب بسم الله ما شاء الله يعني مش عايز احسد حكامنا هما سنت للبطولة عارف يا ما تبقى فيه حد سنت كده للبطولة قوي هو الحاكم المصري هو اللي بيسند البطولة الحكام المصريين الحكام المصريين طبعا فتحس ان هما عاملين حالة هدك هما عاملين حالة كبيرة جدا يعني احنا بنتعولهم في كل المباراة وعايزين يعني حتى يمكن انا باجي لحتة اللي انا المباراة النهائية لان انا في الاخر عايز مصري توصل وعايز تاخد البطولة وعايز هما برضو يؤديوا اداء كويس جدا فمبسوط عايزينهم معنا لحد السيميفاينل ان شاء الله يا رب عايزيني حكام المصريين لحد السيميفاينل بسير مصري سيب لنا الفاينل بقى منتخب مصر احنا اصلا يوم Kor 30 وصلت السيميفاينل هم اصلا كل الحكام اللي هما بيستبعده تماما ها الاربا كلهم بيستبعده تماما حتى لو مش مباراة المنتخب مصر لا كلهم بيبعده خالص اه يعني لو مسلا المباراة اللي طرفها اتنين ك PRO rookie ونرجع نفرح تاني كده زي الأول صحيح إن شاء الله يا رب كابتن محمد أنت دايماً بتشرف ودايماً بتناه دايماً معاك الحوار ممتع جداً أنا بشكرك شكراً جزيلاً أنا اللي بشكرك وإن شاء الله اللي بقى موجودين كده ونقول طأم كاس العالم موجود زي ما قلنا إن شاء الله وقال وعد بني وبينك وإن شاء الله يكونوا موجودين بإذن الله وعد بني وبينك إتا هتقول لي من طاقم التحكيم اللي هيلوح كاس العالم مش النهاردة دا ما passé إن شاء الله إيحشلاً إن شاء الله شكراً كابتن محمد لسا مكملين مع حضراتكم ده قالي قاله مع الكابتن الكبير كابتن محمد فاروق بعد الفاصل كابتن الكبار كابتن محمود عبد الحكيم والكابتن كريم زكري فيه علم بحضراتكم مرة واخرى شرفني ونوارني نجوم الكبار كابتن محمود عبد الحكيم كابتن كريم زكري في هذه الفقرة كابتن محمود منوار الدنيا بنورك هكيم ربنا أكرمك وسعيد ان انا معك ومع كريم ده اخوي او حبيبي ومن الناس اللي طلعت بقى مكورة حبيبي كابتن كريم منور الدنيا منورك يا كريم وحشني بقى انك كتير ما تقبلناش ويعني ما نقعد فترة وولايا محمود اللي جنبي فدي حاجة انا يعني حاجة مفرحاني لان فعلا من الناس يعني مش هتكلم عن محمود في الكورة الناس كلها عارفة محمود في الكورة لكن كشخصية لأ راجل ابن بلد تحتاجه تقييم وده نادر في الزمن ده تاني حاجة لو في الكورة اتظلم اتظلم ما كانش ايام والسوشال ميديا محمود وهو بيلعب في بداياته بس الناس كلها عارفة محمود عارفة بس صدقني محمود لو في الزمن ده كي كان الناس عارفة محمود عب حكيم الاسم واللاعب بس عارفة قد ايه كان موهبة عظيمة يعني بس فيه اجيال لو شافت محمود وهو بيلعب لا انا كنت خلص التمرين واطلع محمود كان بيروح يلعب خماسي في الشركة او حاجات زي او اي خماسي يعني انا عايز اقولك الراجل ده ما بيخش الخماسي والله احق ايه ده كلام يعني اتحاسبها لقدام ربنا بيخش لا حاجة كبيرة جدا داخلة في وسط الناس دي ايوا بس ما هقول فكرة يا كابتن كريم ان احنا قبل ما نخش على الهوى بقولك رقصك قد ايه تقولي لا ما رقصنيش ما ما رقصنيش مين بقى هيصدق من السادة المشاهدين الكلام انا هاقنحهم انا هاقنحهم ماشي بس هو برضه لاحق الرد انا هاقنحهم ففيهم دفعين وفيهم هجمين فمحمود يشوفني طالع فهو عايز يطلع لكريم ذكر يرقصه لا 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 مش انا والله كابتن انور السلامة انا احنا كان فيه تمرينة بتتعمل واحد على واحد فكل ما جا طلع كابتن انور السلامة يقولي لا استنى اطلع مع كريم اه ويقولي سخانة يقولي بس احمد رقصه وقف ما تتعديش يعني دايقه يعني فرقصته وقفت رحالى كابتن انت كده عايزني عواره ماشي خلاص بقى يطلع كل مرة يطلع ما بخلهوش يرقص اصلا برقص يلي هو بكرة موضوعه سهل اصلا الجمهور يضحك هو يضحك اي حد على اي حد مش مش كده هو يتكسر بس الجمهور ما يضحكش لا انا مالي بقى انا اتلحك الناس علي انت اللي طلع لي لا اي واحد ضد واحد محمود هيروح له لا محمود من اللعيبة اللي نادرة انت لقيها في الزمن ده انت سهل يترقص بالذات وانت جايب بسرعة او مسافة انا اكا مدفع ممكن ازوق الكرة وراح لحقها من احد تاني لكن اللعيب اللي بيرقص متر في متر ده هو ده ملعب حكيم وصعب تلاقيه صعب الاقي مدفعين في العالم كل المدفعين في العالم عندهم مشكلة مع اللعيبة الحديثة اوي لا في فرق بين الحريف بسرعة وفرق بين اللي يرقصك متر في متر محمود من الاصعب حاجة اللي هو رقصك متر في متر لعيب الخماسي اللي هو بيلعب حداشر فبالنسبة له مساحات الملعب كلها ده معنى انت رقصته مرة واحدة بس وقفت مفيش منا مشكلة عقصك لا مرة في تدريب يعني لا معنى برضو مش كتير يعنى المواقف ده وكانش بيحصل كتير وكانش بيحصل كتير والله ما كنتش بدلوه عشان ما ننخش بدلوه فرصة تبقى بيحصلش على وقت كنت بتقولي مش عارف مرة انا وكريم في مطش الاهلي كان بتكلم عن مطش الاهلي انا مش فاكر والله بس داحك ده واضح انه كان فيه مسيبعة استسلام مكملنهاش ده يا جماعة انا وكريم كنا بنوها تفوضة واحدة واحنا في بتروجيت ولما جي المصري كنا بنوها تفوضة واحدة ماشي فمواقف معه كتير جدا حلو فانا دايما مواقف ديحكي معه كريم يعني مرة تخيل مرة كان عندنا مطش وصحاني منهم انا بنام بدري يوم المطش حلو جدا هو عارف سأل لا ما بنامش بدري في الطبيع بس يوم المطش لا بنام بدري حلو يعني بدري جدا تلاقييني لاي فلقيت اصحاني قال لي اصحى أنا بحبش ندال ندالة ندال ندال انا بحب التنس جدا انا بحبش ندال نحب ندال وفدرش انا يصحى في ولد مقطع ندال اسحى خلاص فضل شوته ويكسب انت مش مختلف لا انا بحب التنس جدا بس انا فدرل اه جدا فدرل وندال زي مسي وكريستام انا فدرل جدا ماشي فخلاص صحيت فقمت فقاله albohh هو بقولي جاء لقمت مزا الوالد للأم ندال ايه ايه ده بيلعب بيلعب واحد جبار منده بدأ بقى مستقى بقى دعا بس الموكف ده مش كنتك انت ايه مش كنتك ايه اه طبعا ارضيك ارضيك الوالك طبعا الحاجة احنا عبد الفصل بنتكلم على موكف الموتش الاهلي هو ودنا التلسون اي انا بحكي الكريم موكف من المواكف ايه التنس؟ ايه 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 باللعب الاهلي اه هدخل لك جاء في مهاجه بالله باللعب الاهلي فكرة عمل امير حرب و اهلي و مصر في بور سعيد ماتش قوي مفعش نتغلب امير سعيود مفعش نتغلب ده امير سعيود اه لا لا ده قصة فامير سعيد هو انا لو ما كان كريم هعمل اللي عمله كريم يعني اي حد اي عمل دربة ركنية و انفراد زحلقت فسعيود وقف يعني رمى نفسه اقلقت على الكرة رمى نفسه انفراد جول فاضي كان الشناو و الامير كان الشناو و احمد الشناو جول فاضي خلاص احمد و احمد وقع كمان تلعب العرض مع الكرة فالكرة بقى اتعدد كريم و احمد يعني لو حط بطن رجله كده جول فكريم رمى نفسه فوقف سعيود فشاط بس ثلاث عالية يا ثلاث عالية بقى و انا ما يتمد حجو ده لا ما يتمد عبر يدور علي يا غولف قال انا شايفة كله ماكشة غاية انا عايزو لك لحاجة انا لغاية دلوقتي لغاية وقتنا هذا ليه انا الصحابي يا حبيبي انا الترئيسة دي براند باسم اللي هو سعيود ده انا كنت في الشارع امشي الناس مش فاكرة هي لوقت الترئيسة رهيبة بس اي حد بكنا يترأس والحمد لله لو هو سعيود رح لتت انا عايزو لحاجة على تلك ده انا بعتهالو كل ما بلاق الفيديو ده بس يبقى روح بعته الكلمة كل ما بقى المشاهدات ضغيبة باتك جاية دايق النهاردة بقى لا خالب يا حبيبي لأ لما قل لك قد في حاجات بقى بس اشام فعنا حكي كل المدافعين يعني قد عليهم حاجات حلوة ده طوي قدام اللعبة الحديفة حلوة شوية تبداحكي الحلوية عشان يرفعوا رحنا النخوية قبل ما نتكلم على منتخب مصري هابدأ معاك ياري في حالة من الزعل رحنا نبقى نبقى نبقتين بس حتى يزل لحظة اكيد من ادائقين مش مبسطين يعني مشانقول أن احنا مبسطين نحن نبقتين بس صعيح في النافس الوقت في حالة من تبقى ان شاء الله خير يا جماعة نكسب المواضي الجاي والأمور تتحسن وتبقى حسن ائه لي كان لك وشايف موك يتحسن ازاي بداية من مباردك النشاء الله هكلمك من وجهة نظر الشخصية وما لاحش علاقة بأرطئة الجامهير لان هي في الاول الاخر اراجة مهيرة تبقى من رأيه كلنا زعلني وانت كمان زعلان ودي كورة يعني ممكن اقولك فنان حاجة تقولي حاجة غيرها مش مشكلة بالزبط زعل اكيد نزعل انا انا اللي زعلني جدا ان كنت متوسم في فيتوريا بصورة وشكل جدا لانا لقيته في البطولة يعني كلنا لو رجعنا بس للذاكرة شوية وقت كبر وكروش كنا مسبتين طريقة واحدة بتلعب تصنيف اول بتلعب تصنيف تالب بتلعب تصنيف رابع انت بتلعب دفاع منطقة كومباكت قدام التمنتاشر وباصل صلاح وكان عندي اعتراض كبير جدا على الطريقة دي لاني ما فيحش سبط طريقة بمنتخب مصر وانا بقفت لتصنيف اقلي ميش على عب تصنيف اقلي مني زي ما هاجموش واضغط علي من البداية فما جانا مع فيتوريا وخصونا الفترة الاخيرة بالمطشين الوديتين اللي عملها منتخب مصر كنت دايما انا محمود تلاقي منتخب مصر عامل لهاي برشار بتاعه والضغط العالي من قدام بدليل اللجوان اللي ما جابها محمد صلاح او اي لعيب في المنتخب قبل البطولة هتلاقي من الضغط العالي مجرد ما اتقضعت لمسة التانية التالتة جول صح فقلت بس الحمد لله يعني اداء مبشر عندك تنوع في الطريقة عندك تنوع في مناطق الضغط بتاعتك انا ما عندش مشكلة بلعب سنغال بلعب مغرب ان انا دافع كويس قدام وبعب على المرتدات اللي هي امكانيات اللي عندي لكن عندي مشكلة كبيرة ان انا لعب تنزانيا لعب اي تصطيف اقل مني واتفر هم مين وانا بدافع وانا بدافع مظبوط بلغاية ما جينا اول ماتش اول ماتش السيناريو اي مدارب يحلم بي ان انا اجيب جول في اول خمس دايق او بداية المباراة اول دي اونس يعني في اول دي اونس بسم الله رحيم رحيم فاصبح انت كمدارب النهاردة عندك طريقين ممكن تمشي فيهم الطريق الاول اللي انا اكمل ضغط واجيب التاني والتالت والطريق التاني للأسف هو ده اللي اللجأ ليه منتخب مصر مع فوتوري اللي هو رجع وفضل اللي هو يأمن ويحافظ على الهدف فبعد ما كانت الفرق او المنتخب نازل خايف منك لا مزنبيك مزنبيك خاني نازل خايف منك بدليل اللي انت دقيقة ونص بتجيب هدف ممكن تكمل تجيب في مزنبيك التاني والتالت لا انت اديتهم الفرصة خلتهم يتجرؤ عليك جابوا فيك هدف وبعاكها الامور اتعقدت حلو الشوت الاول في مبراد غانا ما كنتش شكلنا حلو برضو بس تحسننا كثيرا في الشوت التاني انا نفس الكلام اللي هقوله على مزنبيك هقوله على غانا غانا اسم كبير طبعا طبعا لكن كافراد في الملعب مش منتخب مصر هم كافراد كويسين بس كفريق مش حلو ده ده رقم واحد كفريق مش حلو بدنيا غانا ما جيتش في الشوت التاني يعني بدنيا كمان انت لو مذاكر المنتخب كويس هتعرف ان هم بدنيا مش افضل حالتهم تفوقت عليهم في الشوت التاني تفوقت عليهم في الشوت التاني لكن اللي يمنع النهاردة ان انا وانا بقابل غانا ان انا ضغط غانا من بداية المهورة خلي بالك انت الهدفين اللي جبتهم لما رجعت الاسلوبك اللي انا اتكلمت عنه دلوقتي لما سحبت لما نزلت عمر مرموش وتريس جي النهاردة تريس جي لما لعب نزلت ريس جي نزلت ريس جي هفليفت ورح مدخل عمر مرموش شادو سترايكر او راس حربة تاني جاب مصطفى محمد والنحية التانية كان مصطفى فتحي فاصبح عمر حمود انت بتقابل باربعة فلما دغطت بس على منتخب غانا الجنين جم الزيادة لعددي اللي عندك مدلهاي بيرشر الضغط بتاعك اللي انت عامله تب ليه أنا ما بيبدأش كده عندي منتخب قوي عندي لعبة كويسة جدا مش هنمسك لعيب لعيب في المنتخب لأ انت عندك انكانيات كويسة تؤهلك ان انت تلعب ضغط عالي تؤهلك ان انت تجيب هدف وتغطي بقعه بالتاني والتالت وشوفنا منتخبات كتير عمل كده السنغال عمل كده أول مباراة المغرب عمل كده أول مباراة جاتلك فرصة على طبق من دهب ان انت تخوف بقية المنتخبات احنا النهاردة قاعدين بنتكلم على السنغال والمغرب وبكلمك على اول مباراة مش تريد مباراة اول مباراة انت خلاص اديت رسالة لكل المنتخبات انا راجل جاي هكسب اي حد انا راجل بضغط على اي فرقة قدامي الفرقة بتخاف منها طيب هرجعلك تاني بس لما نروح لكابتن محمود واسألك بقى طب انت متفايل باللي جاي ولا لا الكابتن محمود من الحاجات برضو الملاحظة جدا فكرة انه فيه هجوم مش هقول انتقاط حتى على بعض العناصر في منتخب مصر ومش بعض كبات اي بقى كل العناصر في منتخب مصر وفيه عسماع بعينها يعني خلينا متفين نقول اسامي بعينها صالح وانني اكتر اتنين صالح وانني اكتر اتنين مش بس انا ضد فكرة ان انا جرح في حد ايوة احنا عندنا نجمس محمد صلاح احنا بنتشرف بي ايوة كلنا بنشجع ليفربول حتى انا مثلا واحد بقتول عمري بس اشجع منشستر انايت بس لما اصرح راح ليفربول انا اعيز ليفربول لو بلعب لناتي ده بقى عايز صلاح يكسب ده تماما احنا احنا حدي بيشرف الكرة المصرية والافريقية والكرة العربية فده شرف لنا ان هو مصري يعني ورجل ماشي بقاله فترة كبيرة على خطة سابتة وماشي كويس جدا والعالم كله عارف كيمة محمد صلاح ففكرة ان انا انا ممكن اقول ان صلاح وحش في البطولة بس ما اقولش ان هو انا ضد فكرة ان لعيب الكرة بيهرب لا استحال عقلية صلاح ما تعملش كده بالزبط يعني العقلية اللي عارف محمد صلاح عقلية صلاح ما يعملش كده هي وارد الكرة مش ماشي معها والضغط اللي محتوط هو مضغوط جدا فوارد يحصل لقصابة ده طبيعي يعني يعني الضغط اللي عليه وبتاع فحصل لقصابة عادي جدا وبعدين محمد صلاح وصل لحاجة في الكرة ان هو خلاص انا لو جات لحاجة لازم خلاص مش هكمل عليها من كل الناس في اوروبا كده لو حاجة بسيطة جدا بيطلع بالزداد في العضل يعني لو خبطة كدمة بتاع انا اقدر اكمل هو سمعت العضل شوية لا مش استنى لو حاجة في العضل لا ما هتزيد والفترة هتطول هتطول في العلاق فهو وصل لعليه احترافية احنا ممكن ما نكونش وصل لله قوي فلكن انا واستحالة يكون عمل كده مليون في المية استحالة يعني لكن انا مقدرش اقول لك وانا برضو في ناس هديها العضل لان انا برضو انا مستني ان محمد صلاح يعمل له كل حاجة والفنوس السحري بتاع فانا مستني محمد لا انا راجل كمصري اتفرق محمد صلاح كيمة كبيرة جدا فانا مستني محمد صلاح كره الجيل ويرقس 3-4 فهي الموضوع مش وصل للناس برضو بطريقة فامة ايه بس اللي انا قصد لك كبتل محمود انت راجل مسك والتحريفة او في الملعب تلعب مع في رئيتك فجمهور المسا النادي المصري شارك كبتل محمود عبد حكيم في الملعب مستني احسن حاجة اللي هو فوالد تبقى الكورة مش ماشي معاك لا مش بس كده ما هو في فرقة انت مش بتلعب لوحدك اه يعني انت مثلا هون بيقع ساني منك انك تلعب اصع عشرة وانك تسجل هاتريك انا معاك مش فرقة معايا كمان انا خلي بالك انا متفق معاك انا متفق معاك جدا بس انا عايز اوصل لك ان انا برضو بدل عذر الناس انها مستنية من محمد صلاح من حباة وعشانها فيها واسم محمد صلاح واللي وصل له طبعا يعني فهم فانا شايف لكن لو رجعنا للمنتخب بقى انا عايز اقول لك اه في 86 احنا اتغلبنا اول مطش من سنغل على ملعبنا معظم الفرق اللي خدت بطلات بتلاقيها في اول مطشات كتير جدا فرق في اول مطشات كان بتتغلب عادي جدا وفي ادوار في فرق كبيرة في الادوار الاولانية ما بتبقاش احسن حلول ده بداية يعني فاهم احنا بنتحسن احنا كنا تماطش غانا احسن من مطش مزمبيك بكتير جدا الشرط التاني تحديد الشرط التاني كنا كواسين جدا عندنا حلول لما الناس بقت في الملعب كتير لعيب الكرة مضوع فرق معانا كتير جدا لان احنا المنتخب الوحيد في العالم اللي صاحب فكرة لأ انت عندك ناس في نص الملعب لازم تضرب وتخبط لأ هي الفكرة دي بقت غلط جدا في الكرة انت احسن ناس بتعرف تطلع بالكرة وتلعب كرة هي اللي ماشي كويس في العالم كله كل الفرق الكبيرة منتخبات واندية منتخبات واندية كل الناس اللي بتلعب في نص الملعب احسن ناس بتبقى ممكن ده كان يبقى سبب الاعتماد روي فيتوري على فكرة ان محمد النني يبقى هو رقم 6 عشان يطلع له بالكرة انا معك بس انا ضد فكرة ان انا لعب حمدي والنني وعندي ناس تقدر تنقلني زي زيزو زي امام انا كفاية واحد يعني انت لو عايز كده انا كفاية واحد كفاية واحد وكنت افضل مع ان ده كلام خلاص بقى فات عليه ان الواحد ده يبقى طريق حمد انا كنت افضل كده يعني تمام وكنت افضل برضو ان لازم عبدالله السعيد كان يبقى موجود لان عبدالله كان هيقدر يطلع لك بالكرة سهلة جدا وجود عبدالله في منتخب مصر كان هيساعد صلاح كتير جدا هاد كل المطشاط اللي كنا بنلعب قبل كده كل ما الصلاح بيوصل لعبدالله هاد كل اللجوان بتاعت صلاح مع المنتخب معظمها هتلاقي عبدالله انا دايما بقول احنا بنكسب القفاركة كريم بالمهارة مش بالكوص انت لو تحطيت معاهم في كوه وصرع هم هي موتوك مش هيكسبك لو تحطيت معاهم في كوه وصرع احنا طولهم لنا بنكسبه بدا بعقلنا وبمهارتنا فانا كنت بشوف اني لازم رمضان صبح يبقى وجود في المنتخب فرحت جدا لما مصطفى فاتح يخد خلي بالك مصطفى انا فرحت اصلا في ناس كتير اختلفت وانا لا 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 بالعكس ازيزه العكب كبير بس انا فرحت لان انا عارف مع الوقت ومصطفى لو خدت تاني الموضوع هيتحسب وهيبقى احسن لان مصطفى كوهلت ومختلف خلص ما بقاش موجود كتير في مصر حتى لولا اللعب واحد لا واحد حتى فيه كورتين هو عملهم احنا مش شفناهمش من زمان في المنتخب يعني مش في البطولة بس احنا من زمان من اقام عب سلطان صبر وحزن ما مش شفناش حد بيعمل كده وحد يوقف بالناس هتمشي يعني مع الوقت الدنيا هتمشي معها عظيم فانا متفائل ان شاء الله وحنقدر نكسب بإذن الله بس نروح لفاصل بعد الفاصل نواصل خليكم معا يعرف حضراتكم مرة أخرى لسه شرفني ونوارني الكابتن محمود عبد الحكيم وكابتن كريم زكري قبل الفاصل قلتلكم هنسأل الكابتن كريم متفائل ولو متفائل نعمل ايه عشان التفاول ده يبقى حقيقة بإذن الله في المباراة اللي جاية محتاج روي فيتوري يعمل ايه بداية من المباراة كابفيرد ان شاء الله لحد ما نوصل للفاينال يعني مبدئيا متفائل لازم اتفائل ولازم كلنا نتفائل ان الاخر نفس مع المنتخل عشان في الاول الاخر هم يستحقوا كده بغض النظر على المطشين لكن الكوالد بتاع العبيد منتخب مصر وإمكانياتهم تؤهلهم لكده تاني حاجة اخد من كلام محمود ان فيه فرق كترة جدا ما بدقتش كويس وخدت بطولة اخيرها الارجنتين بتخسر اول مطش من السعودية تاني حاجة اول اهم فاني بالبرتغال ابا فكرك بس بورتغال خيات يورو 2016 كان معاه في المجموعة 3 نقط يعني صعدة بتلات نقط وخيات اليورو دي البطولة الكريستانية النهاء اتصاب فيه وفضل يوجه من برسع بالزبط كده بالزبط كده بالزبط فأصبح ده يودينا لنقطة تانية بتحصل بتحصل دايما طبعا لو هنتكلم على الورق ككرة نهائي سنغال ومغرب لكن عمرها ما بتمشي كده ايوة زي ما أنا بقولك فيه منتخبات او فرق بتطلع ستيب باي ستيب لغاية ما بتاخد النهائي لكن هي كورة لا سنغال ومغرب في حتة بالزبط لو على الورق يعني كنش خدنا 2006 2008 2010 بالزبط عشان كان على الورق يعني كنش مرشحين ما كنناش اصلا مرشحين ولا كان حد متفائل صح مع ان 2006 كانت عندنا محدش كان متفائل صح فلازم نتفائل منتخبنا يستاهل كده لعبتنا تستاهل كده لازم اشوف شخصية البطل بقى يعني انا تعبت بجد انا تعبت من دافع ولعب على المرتدات صلاح مش هيلحق المطش طيب دي رقم واحد رقم اتنين اللي يمنع ان انا ابدأ المباراة ضغط من قدام واخلص المباراة بواحد واثنين وثلاثة اللي يمنع لكده احنا احنا جماعة كمنتخب مؤهلاتنا ما تقولش كده تقول كده لكن في فرق في طرق اللعب انا النهارده لما اجي قايم منتخبي اقايمه هو ضغط من قدام اشوف تعاملوا مدفعين ازاي فالضغط اللي علي يكونوا وقفين ازاي صح في نفس الوقت ممكن اواجهك بحاجة معلش مع كوبر ومع كروش وحتى فيتوريا لما داخل البطولة دي في حاجة واضحة يا كابتن كريم مش عارفت شايفها ولا احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في الارتداد الدفاعي ممكن نعمل تحولات هجومية كويس ساعات مش بقول دايما بس دايما الارتداد من الدفاع دا احنا في مطش موزنبيك هي الازمة كلها ان احنا بنرتد ببطء شديد جدا فانا بحط نفسي مكان فيتوريا بانا روحت عملت ضغط عالي محتاج ايه ان العيب تداد ترتد بسرعة في النواح الدفاع احنا مرضو بنلعب مع منافسين جامدين او عنهم سرعات ما بيحصلش فبيقلق فقالق وساعات بحسه منطقة يعني بس انت كده انت كده بتدينه لانه هو ده اسلوب لعب وتكتيك وتنظيم في الملعب ما هو عشان كده ما عملتش ضغط عالي ما انا لو نظمت في القيتي كويس يعني ها قدر اعمل كده خصوصا ان انت كمان اسم مصر كبير جدا انت كل الناس بتلعبك واسم مصر خلي بالك عبقة عليها كبير جدا طبعا طبعا يعني هنتكلم كرة ماتش مزمبيك انت مخسرتش لما رجعت الدفع انت ما ضفلكش حاجة بالعكس رجوعك ده عشان تأمن من السرعات ده خليه يجي فيك جدين وانت بتلعب كومباكت ما لعبتش منطقة ضغط عالي بالعكس انت ما لعبت ضغط عالي قدرت تتحرز هدف في اوديع واحرصت الهدف التالي ماتش غانة الهداف اللي ما جيتش فيك ما جيتش من مساحات بالعكس انت ما تعدلت مع غانة لما بقى عندك جرأة هجومية ويعتبر اللعبت بتنروس حربة فاصبح ان الطرقة دي لو بنتكلم على الورق والواقع لا ان انا دايما طول ما انا ضغط الفرق اللي قدامي بعرف حجمها كويس وبعرف اجيب اهداف شايف التشكيل المناسب لمباراتك في بردي بقى الشناو في حراسة المرمى عمر كمال نحي تلمين حجازي وعبد المنام يعني في فوقت من قد تفضل ياسر إبراهيم بس برضو تغيئ برضو الناس لامت فيتوريا للمطش اللي فات ان انت ازاي سايب حجازي وياسر إبراهيم موجود لا مش عارف غلط يا جماعة ان احنا نغير خمس او ست لعيبة بالمطش والتان لا واحجازي ده حجازي واحجازي ده يعني تاريخ وخبرات كبيرة جدا حجازي وعبد المنعم اه اتمنى فتوح ماشي انا عايز لعيب كرة ابحام محمد طبعا لعيب كويس مقدم بطولة كويسة لكن اتوقع فتوح اه اه وسط الملعب اللي لازم يحصل فيه تغيير يعني لازم عايز مين اتاتل في المش عايز مروان عطية ماشي اه حمد فتحي ماشي اه امام عشور لغنا عنه اه مصطفى فتحي مين اه مرموش شمال مهم ومصطفى محمد حالو تشكيلة كابتن محمود تشكيلة اللي شايفه مناسبة بص انا شناوي حجازي عبد منعم اه عمر فتوح اه افضل واحد بس لمروان لحمدي ماشي لو انت بتاخد مننا يعني مليش دعو حيلو لا لا بطول المدارب بقول هلعب زيزو وامام اه يعني تشايف مروان وحمدي يا ستة وزيزو وامام هلعب زيزو وامام ماشي لان كده كده امام اصلا عنده حتة دفاعية كويس صح وحتى زيزو خلي بالك برضو بيدافه عنده سرعات وعنده كويس صغير التلاتة اللي قدام اه تيرزيجي اه انت شايف تيرزيجي مصطفى فتحي واتغير اه لان هما رجلهم اكتر يعني في الملعب اكتر من مصطفى عندهم خبرات اعلى من مصطفى كمان في الحاجات ديت فمصطفى كمان انا بشوف مصطفى تغييره كويسة يعني هي قدر ينزل هتحتاجه لو كرة انت محتاج تكسب فكل لازم يبقى عندك عالدك وراء يعني الناس كتيرة جاهزة وناس تقدر تنزل تعملك الفارق صحيح على فكرة انا ميال لكوسة مرموش وترزيجي دي برضو انه الاثنين يبدأوا لي لا الاثنين كمان عمدهم سرعات صح انا انا قلت تشكيل مختلف بس انا ميال برضو ليه الاثنين بيبدأوش اكبر دليل اللي احنا عندنا اختيارة تصير جدا انت منتخب قوي دايما بيقول مرموش يا ترزيجي اما ادم ما فيش صلاح ما ممكن الاثنين يلعبوا انا افضل ان مصطفى عشان هيبقى عندك حلول كتيرة من مصطفى وخصوصا لما بيخش على رجلو الشمال لكن الاثنين عندك دايما برضو عندك مشكلة كبيرة عمر كمان بلعب كويس جدا لكن المطش اللي فات كل ما بيخش على رجلو الشمال بتبقى مشكلة كبيرة جدا فانا مش عايز يبقى عندك راية عنده مشكلة لما بيخش القلب الملعب في رجلو الشمال ولهاف كمان بيبارد المرموش او ترزيجي تشعر لك الشمال لكن المصطفى فاتحي ممكن تشوت ممكن تعمل سروه دي وجهة نظر محتوم اه كابتن كريم شرفت ونورت انا بشكرك شكرا جزيجي ربنا خليك متشكر قوي ومبسوط لك كنت مع اخويا يا ربي كابتن محمود كنت منور الدنيا ده كان اختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 يارب تكونوا استمتعتوا معنا اشوفكم يا رب حالا في خير